موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين أطلالة يوم جديد لبرنيمج عالم الصباح اليوم السبت 17-22-2018 انتو بتعرفوا انه اذا بتحبوا حالكن متل ما لازم قديش بتصير الدنيا حواليكن حلوة وما في شي بهمكن قديش بتصيروا تقولوا ما في شي حرزان والهم ما لازم نعتل هم اي موضوع اي مشكلة بالحياة لانه كله محلول انتو بتعرفوا انه بتصيروا تحبوا العالم اللي حولكن اكتر من قبل بوجودهم بتشوفوا شي حلو ولطيف وبغيابهم بتشوفوا انه ما في شي نقصكن لانه بينكن وبين حالكن دايما بكون في ثقة بالنفس ضروري تكون الثقة بالنفس وحب الزيت موجودين ولكن دايما منقول في شعرة بين حب الزيت وبين الانانية بس بلشوا دايما انه تحبوا حالكن صدقوني هيدا حل لكتير من المشاكل بحياتكن ولكتير من الامور اللي بتعتلوا هم وبتقولوا ايش صار هيك وصار هيك وصار هيك وتشغلوا راسكن وتفكروا كلها الامور بعدين تقولوا لأ نحنا رحنا بالتحليل والعمق للمشاكل الامور اللي خلتنا نعتلهم لسنوات وسنوات وسنوات وهي ما بده شي فيكن تتخطوها حتى بدون ما تفكروا فيها تعرفوا انه ما تظلموا حالكن لما حدا يظلمكن توقفوا مع الظالم ضد حالكن لا بالعكس واجهوا بحبكن لحالكن كل الاشخاص اللي بيظلموكن من الصغيرة للكبيرة بالامور اللي بتصير معكم بحياتكن اليوميين كان حوالين اصحابكن او بالشغل او بالبيت او بالمجتمع او بكل المراحل اللي تمرقوا فيها خلال النهار خلوا حبكن لذاتكن موجود موجود ايه طبعا ممكنوا لعطولنا حب حالنا ايه حبوا حالكن ضروري الانسان بس يحب حاله شوف كيف يمشي مظبوط هلأ بتعتله هم كتير من الامور وبتحطه الهم وبتقعده وبأخركن هالامور بكل القصص يلي بتكون تحقيقوها بحياتكن وبتنسوا انه ربنا رسملكم طريق لقدام هي الطريق الصح من دون ما تنتبهوا من دون ما تدروا فيه درب مرسومي لقالكن رح تمشوا علي ورح توصلوا ومطرح ما لدينا توصل اذا حبيتوا حالكن وكان عندكم ثقة بالنفس قوي رح توصلوا من دون ما تعرفوا من دون ما تدروا ما بتلاقوا حالكن الا انحلتك الامور انتو بتعرفوا مع العمر بصير الواحد يتخطى كتير من الوهم والاوهام والمشاكل والهم يا اللي ما رأ فيها بحياته لانه خبرته بالحياة بتصير هالقد ماكنة لانه يتخطى هالامور كلها عملوا لحالكن يوم جميل وحلو وما تتكلوا على غيركن بهيدا النهار ما حدر حدتان اللي بيعملكون يوم حلو انتو فيكن تعملوا يوم حلو بل شو من هلأ اذا ما كنتو عارفين وقاعدين وزعلانين ما في شي حرزان الزعل ما بيجيب شي بتعرفوا انتو كل شي يعني المصيبة بتكون كبيري هالقد وبتصغر تصغر تصغر بس نخبر نكتة نضحك عليها اول مرة كتير تاني مرة نضحك عليها اقل تالت مرة نضحك عليها كمان اقل بس ليش المصيبة ما انو يبكي عليها منجع اقل 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 خلينا نتعامل مع الموضوع بنفس الطريقة لانو المصيبة والمشكلة رح تنحل مع الوقت وقتها تحبوا حالكم بتعرفوا انو الزعل رح يجيب لكم زيادة مشاكل ورح يأثر على صحتكم وانتو بتعرفوا انو سترس هو اساس وكل مشاكل الصحية اللي بتصير معنا بالحياة يعني صدقوني صدقوني سوري على التعبير ما توخزوني مني وجر لازم نركب راس فاضي بس نركب راس فاضي بيمشي الحال اكيد لازم نخطط بالحياة اكيد لازم نتقدم بالحياة اكيد لازم نشتغل بالحياة بس انو مش كل شير دي ووير دي نقعد نحط الهم ونقعد عليها ونقول انو كيفنا نوصل هايدي الهايدي البربسي والهم افكار سلبية بتجيب السلبية وحب الزيت صدقوني بتجيب الايجابية لالكن ولا كل اللي حولكن بتعرفي اذا شعرتوا انو بتكون ايد دافية تمسكوها لتحسوا بالامان اكيد في كتار منكن عندهم حدهم ايد دافية بتحسسهم بالامان الام البي الحبيب الصديق الخي اخت بس في كتار يمكن ما عندهم ايد دافية يوسى اوفية تمسكو ايدكن التاني بس تمسكو ايدكن التاني واذا كنتوا بتحبوا حالكن صدقوني بيتفى القلب وبدأت تدفى الامور وتتخطوا كتير من المصاعب لما تعرفوا كيف تحبوا حالكن عرفوا بأي طريقة تحبوا حالكن وكيف تمشوا على هالطريق مشان انوش تحبوا حالكن وتنسوا غيركن لا ما بننسى غيرنا ولكن نتخطى كتير من الامور وهيك منصير غيرنا نتواصل معه بشكل سليم اكتر بكتير صدقوني الموضوع كتير صحيح رح تلاقي حالك فجأة مع الوقت تخلات عن اشياء كتير كنتاعة الهمة ورح تلاقي حالك خالي من الهم بعد الوجع اللي صابك لانه القلب والوجع بالحياة هن خبرة الى اول ما الى اخر ووقت الواحد الانسان ينوجع بحياته بصير المشاكل اللي بتمرق بحياته طيفها وسخيفة وبيتخطيها قرر انه تخلي الحظ يلعب دوره بحياتك وتنسى اللي صار مبارح وتبدأ دايما بداية جديدة تولد عن اول وكل يوم حاولوا انه تولدوا عن اول وجديد ترجعوا تبدوا بداية جديدة حب الزات مش انانية بل اهمية لذاتك ولقلك خدوا هاي العبرة اليوم حب الزات ضروري سألكم سؤال عبر صفحة الفيسبوك قديش بتحبوا حالكن وهل بتشتغلوا على الموضوع هيدا وبتعرفوا اهمية حب الزات لحالكن يعني لالكن جاوبوني وخبروني خبرتكن وعشان مستفيد من طبعا معلومات بعض ونقرأ بعض توصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا ورقم الواتساب سفر تلاتة سفر عشرة خمسة تلاتة تلاتة طبعا راح تدقى من حالي انا بحب حالي ومن ما حبتي لحالي بحبكم كلكم بحب كل اللي حوالي لانا الانسان بصير انبع من قلبه المحبة سارة نحبي حالك نشكر الله نشكر الله نشكر الله لازم بتحسي انه في محبتك لحالك ممكن تعكس على محبتك للاخرين اكيد مراته تكون وحد تعباد من حاله سوري انا برشح اليوم بيعصب على غيره ما فيش حرزين كل بتنجين اه صحيح تنفوط بالوصفة هلا بتنجين مفيدة كتير كوليستيرول كزا تيجريستيريد كتير من القمو بيفيدة البتنجين بس الناي مش المقلة الناي فاليوم عنا وصفة هيك ايطاليان راسيبي اه قاطع يعني فيغان اه بتنجين مع بارميزان وعنا بيرجر سمو وعنا كيك بطحين اللوز بما انه هلا كتير ناس عندها بشكل مع الجلوتن رح نعمل كيك بسيط وخفيف صعب طيها اليوم وانت هيك شكلك هيك ملشلش بس صعب الوصفات لا بالعكس وصفات كتير هيناء سهلين اه اوكي جريت اسماء اطول يمكن يمكن اي ممكن اي اوكي لاشعين لك سارة بعد شهر بعدة وقفات وسلمت قلبيك يلا هلا بتتحسن بس شوفيني معاك الايجابية والبوزيتفيت هي اللي نحن والمشاهدين اكيد رح نقلع نهارنا فيها صدقوني الايجابية وحب الزيت هن الاهم بحياتكم تحركات الكواكب واعلم الفلك مع كارمن والابراش طب لكم الخير اليوم السابت 17 نوفمبر 20 التاني اليوم الامر مرافقنا من برش الحوت المائي لليوم التاني على التوالي قبل ما بلش في الابراش حاب يذكركم انه كتابي كارمن شمس 2019 صار موجود بكل المكتبات البداية مع برش الحمل مولود برش الحمل هيدا نهار لازم تخصصه لحتى تكون مستريح لحتى ما تصعب عليك الامور حتى ولو قتلت اصبوع يمكن يكون فيه كتير انشغالات عائلية او شخصية لكن خد الامور على الهدى ما تكبرة اليوم للمسئوليات لانه بتتعب بسهولة واحتمال انه يكون فيه بعض التأخير تبقى المواليل بعتبرها اكثر تعبا من غيرها نسبيا 17-18-19 نيسان بنتقل لبرش الثور مولود برش الثور نهار لازم يكون فيه نوع من مجموعة من حولك سواء كانت العائلة سواء كانوا الاصحاب هيدا نهار بيساعد مواليل برش الثور لحتى يختلطوا بالناس ويكونوا حدك الأجواء جيدة جدا لحتى تقوم بنشاطات سواء هالنشاط عائلي او اجتماعي او ليش لا مهني تبقى المواليل الاكثر حظا 26-27 نيسان ابريل 10-11 ايار مايو تكمل مع برش الشوزاء مولود برش الشوزاء ما تنزع عطلة الاسبوع الجو اليوم بيحمل الكثير من الخربطات او يمكن مسائل بتوجعلك راسك لكن المسئولية ما بتقدر تهرب منها ما بتقدر تبعد عنها سواء كانت مسئوليات مهنية اجتماعية او يمكن تكون حتى عائلية فاحضر حالك وضلك هادي الاكثر حظا 16-17 هزيران واضي ضيف عليه المواليل 22-23 ايار مايو تكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان قادر تقضي انهار ممتاز في حظوظ كتيري ودسمي وغنية حلو بهيدا نهار انه تستفيد من هالتأثيرات الحلوية تشتغل على مسألة معقدة اذا حابب تتصالح مع حدا حابب تحكي مع حدا حابب انه تلتقي مع حدا وتضبط الامور هيدا نهار لتنقية العلاقات لتقوية الروابط ولحتى ايضا انت تكون ربحان ومبسوط نهار ممتاز والاوفر حظا هي مواليد 14-15-16-17 تموز يوليو اما يلي عنده ظرف عم يمرق من حوله فيكون ايجابي او سلبي بس مساقب اليوم تأثيرات حلوة هي مواليد 21-22 تموز يوليو ننتقل لبرش الاسد مواليد برش الاسد حاول انه ما تخبس حاول انك تكون ماشي بطريق صحيح بدنا نجرب اليوم نتجنب ارتكاب الاخطاء لحتى ما نقعد نتلبك بتصحيحة وتسوية الامور حلو بهيدا نهار انت تروح عند الطرف الاخر يعني فرض الرأي اليوم ما بيناسبك ابدا ويمكن عند بعض مواليد برش الاسد يكون في لزوم او ضرورة للاهتمام ببعض المسائل العائلية المنزلية هنا لك حزوز 23-24 و25 تموز يوليو نكمل مع برش العذراء مولود دي برش العذراء بتلاقي كتير ناس اليوم نوعا ما بيحطوا علامة استفهام تقريبا على كل شي بتعمله او احيانا بتكون ماشي بطريقة وعم بتشتغل طريقة جيدة وفجأة في سؤال معين بتتفاجأ ويمكن تتنرفس وتقول ليش يا عمي ليش شو قصدك شو باك شو المشكل انه انت عندك مش عند الآخر الآخر ماشي عادي نظرتك شوي للأمور نوعا ما ما رحقول defensive او انت عم بتهاجم نوعا ما لكن حاول تعدل العشرة قبل ما يكون في عندك ردة فعل خاصة اذا كتمن مواليد 23-24 و25 أغسطس ما تفتش على المشكل ننتقل لبرش الميزان مولود برش الميزان نهار طويل للشغل شغل بالبيت تصليحات تنظيفات ترتيبات الشغل حتى شغل المدرسة الشغلك انت يمكن مسافر اخذ شغلك معك او عم تشتغل اليوم نهار طويل بدك تنتبه ايضا من التعب الصحي ايضا مولود برش الميزان بشكل خاص 21-22 أكتوبر نكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب نهار قياسي من ناحية الحزوص نهار ممتاز اليوم هو نهار يلي بتقدر تصلح فيه علاقة علاقة قديمة صليك زمان منك مهتم فيها او ازمة معينة اليوم بنشغل عليها من كل قلبك اليوم الظروف بتشتغل لصالحك حتى لو امور صعبة بتبلش تتحلحل الاجواء ممتازة للك على كل الاصعدي وبتبقى الاوفر حظا كلكم عنكن حزوص كتير حلوة وبشكل خاص 23-25 أكتوبر بنتقل لبرش القوس مولود برش القوس خصص هيداء نهار لا ترتاح لا تهتم بحالك لا تتصالح مع ذاتك لا تخلي الجو من حولك يلي هو البيت او الشغل اذا عم تشتغل فيه الدائرة الصغيرة نقعد بمحل تسكر البيب هيدا هو جوك اذا قعد بالمكتب ومسكر باب الأوفيس او مسكر باب المؤسسة هيدا الجو الداخلي هو جوك اذا انت بالبيت ببيتك اذا انت بغرفتك بغرفتك هيدا الامور او حتى انت بينك وبين نفسك مع ذاتك اليوم نهار لازم يكون فيه مصالحات مع الذات حاول مولود برش القوس انه تبتعد عن المشاكل لانه مش وقته نهار منه لحاله تقيل شوي لكن انت اذا دخلت البهج عليه بيمشي الحال 22-23-24 نوفمبر الاكثر حظا نكمل مع برش الجدي مولود برش الجدي هيدا نهار بيساعدك كتير لحتى تتخطى عدة نقاط بسرعة بسهولة عدة مراحل عدة مجالات بسهولة عندك سرعة في التحرك سرعة خاطرك هي اللي بتلبيك سرعتك وجهوزيتك الجسدية كمان بتلبيك اليوم نهار هيدا نهار مفروض تكون فلكية تتحلى فيه بلاياقة جسدية وايضا بلاياقة ومرونة فكرية بتخليك تكون فعلا انت الشخص المناسب لجميع المنافسات نهار ممتاز نسبيا تبقى الانشط يلي ما بتهدى 14-16 كنون التاني يناير مكمل مع برشد دلو مولود برشد دلو نهار ايجابي معقول كتير يوصل لك خبر سار معقول كتير يجب لك خبرية حلوة معقول التطورات اللي بتصير هيدا نهار تكون ايجابية طالع بيلك انك توظف شيء خبرتك بمعلوماتك تكتشف شيء تقعد على الكمبيوتر تكتشف او تقعد تكتب مثلا هيدا نهار بتحس حالك انه عندك تملك الكثير لا تعطي او حتى يمكن كمانا حتى تقدر تاخد ليش لا هيدا نهار بعتبره جيد جدا والاكثر حظا 14-15 شباط فبراير تكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت اليوم الامر ببرشك الشمس دعمتك 100% مولود برش الحوت هيدا نهار بكيف اك بيقوي هيدا نهار بيعطيك الجرأة الكافية لحتى مولود برش الحوت يعمل يلي بريده اجواء بعتبره من اجمل ما يكون اليوم الدعم المطلق الفلكي للك وبالتالي ما في عزل حتى تقول انت مأخر او انت ما عم تعمل شيء او مش قادر تعمل تقدر يطلع من امرك الكثير والامور اللي كانت عالقة بتبطل عالقة اليوم لكن اذا كنت من موالي 19 ل 21 شباط فبراير كون حذر من السرعة من الحوادث بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير حلوة سنة بتكافأك بيقوي هيدا السنة معقولي كن فيها احتفالات على صعيد عاطفي عائلي مهني وايضا اجتماعي هيدا السنة بتقدم لك الكثير بيبقى شهر نوفمبر ادار مارس تموز يوليو هني افضل الاشهر الى اللقاء بكرة ابراج جديدة باي باي تاكي لألك كارمن قديش حلو الواحد يعيش بالخيال بالخيال اللي هو يمكن اوقات بعيدة عن الواقع ومنه صحيح ابدا بس عن جد بيخذنا لعالم انه اولا مرة بحياتكم اكتشفتوا انه نص الحزن ياللي حزنتوه بالقيام الماضية مش حزنه ما له طعمة بس هو عبارة عن تحليل وتفكير قصص عميقة بالحياة ما كان له طعمة مع الوقت والخبرة والعمر كل الامور تنحل كتار منكن عندون بيوت ممكن مودرن بيحبوا هكي طعموها بامور تاني كلاسيك والعكس الصحيح كيف فينا انطعم ما بعرف اذا مزبوط انا بعرف انه بسموها كيتش يعني هكي يكون ملانج حلو اللي هو هيدا الحديث والموضوع اللي احنا حكيه مع جو شاكر بي ديكو ديزاين ما فهمت ليه بحسك بتستخف بمعلوماتي بهيدا الموضوع وانا بعرف كتير منيح انه بهالموضوع بهالامور جزيح ما بعدك همتقول حب حالك وهيك انا حب حالك بكل سيئة بالنفس انه انا بعرف هالامور وبعرف هالمعلومات الصحيحة هلا انت استاذنا يعني بهالموضوع ومنستفيد منك بس انه معلوماتي صحيحة بسموها كيتش كيتش هو خلطة بس انه مش مش بده يعني مش مواكيتش ما هي خلطة اذا بده هلا اذا راح ضرك تحريبني بقوم خليك تقدم حلقة واحدة بقدم عمعدمي ديكو ديزاين مع جو شاكر جو طبعا متل ما عم تحكي افكار عملية لأدخل بعض القطع الكلاسيكية اذا كان بيتنا مادرن هلا يعني هل اغلب البيوت تنعمل مادرن يعني هي هلا المعاصر يعني هيدا الستيل المعاصر يعني الكنتنبران هو استيل معاصر وكل العالم بتحب تعيش باشيه وريحة ومهضومة وبنفس الوقت بيضل البيت اذا بدك بيحتاج لشي شوي من الاشياء اللي ورثناها الكلاسيك او الاشياء شوي بتاعت ستايل للبيت او بتاعت كاراكتير لها البيت هيدا عملية المزج بين الكلاسيك والموديرن بدا تكون شوي فيها اذا بدك دقيقة شوي يعني مش كلشي بيزبط مع كلشي هلا بدك تكون الخبرية الخليط يكون مهضوم وناعم يعني مش دايما مثلا اذا نحنا رايحين اكستريملي مادرن ما فينا دايما نقول انه نحنا ما فينا نفوت كلاسيك ما فينا بس بطريقة معينة لازم تكون شغلة حلوة ومنسقة يعني راح اقول شغلة انه الموديرن شغلة تشبهنا تشبه اليوم البريزان الحاضر بس تقول موديرن ونفوته يعني عم تحكي انت بيبلويات وفورنتشر يعني ما عم بت او اصص تاني ممكن الحيط فيكون لايتينج فيكون اذا بدك الوين فيكون الفلور فيكون الكاربت بس تحكي موديرن يعني ما في تريا مسلا مش بالضرورة فيكون في تريا لايتينج مسلا بس مش انه التريا الكلاسيك اللي احنا ما عتم نعرفها بس فينا نفوت اذا بدنا نفوت الكلاسيك ممكن نفوت ممكن تفوت تريا وممكن يفوت كاوتش ولماذا ما قبلت حط تريا ببيتي انا بيتي مودة مفوت عليه السكرتير مسلا راح اذا السكرتير تنحل حبو حالكم السكرتير مفوت مسلا الراديو اللي كان عند بيه هيدا القديم يعني هوا القصص كمان هودة بتاعي هني غير بغض النظر انه هني بيعطوا حلو كمان عنا في اوقات في عنا سوفينير معهم يعني هوا القصص يعني في ذكريات في عنا تعلق فيهم هولا القصص بقى مشان هيك بنجع من جيبهم لعنا ومنجع من نستعين فيهم طبعا عندك مجموعة كبيرة من الصور راح فاجينا هالموضوع بدنا نبتدي بشغلة فيها هو الجو الجو مودير كله الجو بتلاقيه مودير هيدا السالون اللي كان موجود عند هالأشخاص هولي ترمموا بطريقة هيدا صورة انترنت ولا صورة معمولة لا بيت 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 نحن شغل انت شغل البيت بقى هي الفكرة انه السالون كان موجود وفي اذا متل ما لاحظت انا كتا عم بحكي عن شغلي انه الخلطة بالمودير والكلاسيك شفت الجو العام هيدا كتير يعني فلات ما في منو عجيء بقى قدرنا جوازنا هالكلاسيك مع هالتنين كاوتش يعني انت عم تحكي عن الكاوتشز اللي عم نشوف هون اللي ظهروا لعنا الكاوتشز البيض مع الكراسي الكلاسيك والفوتوية الكلاسيك واذا بتلاحظ فيه كمانا لوحة وراء بالباكراوند لوحة كمانا قديمة يعني فيها الملانج الحلو بهالخلطة هايدي حالطالع يعني عاطي عاطي مودير وعاطي فيه كاركتير للبيت يعني اوكي هون منشوف مع الكلاسيك اللي هو الباكراوند الخشب نطعمين الاسباس كلها سوا بكاوتش مودر مع الوين طبعا شوية قوية نحن نشوف الكادر طالع اللوحة عن الكادر مسموح؟ مش غلط يعني مش غلط هي يعني هي من الافضل تكون بس اوقات كتير يعني في بوينت مهمة واللي هي انه اللوحة فيها تكون يعني اليوم اليوم الكلاسيك بيبقى باز يعني اللي موجود هيدا موجود بازيك بس اليوم اذا عبالي لحط لوحة بهيدا الكادر مش غلط اني اقدر اطلع شوية عن ترديسيون بهالموضوع لان بجال لوحة منى عادية يعني منى لوحة فيه يعني فيه إلى حدود يعني بتحس لوحة فيها يعني فيها كاركتير للوحة منى عادية وكلاسيك نعم هايدي الصورة هايدي الصورة الجو العام كله كلاسيك يعني بتحس الحفرات البالخشب والكادر العلبويب والشومينير الكلاسيك وهيدا مع هالفرش المودان واللوحات المعاصرة عاطين كاركتير للبيت بشكل مهضوم وحلو يعني هالمزيج هيدا بيعطيك شوية نوعا ما اذا بدك بيعمل ريفلكشن على شو اصحاب البيت حابين يعني من بعض المطار يحب تحس انه مثلا والله هيدا خاصة فيي انا اذا انا عندي هالقطعة وعبالي حتى بالبيت عندي ومحطوطة بطريقة حلوة بتصير تشبهك لالك بتصير شوية اليك علاقة بالخلطة انت بتلحق زوء اكيد زبون او صاحب البيت ايه هل اذا شي ما بيزبط بالمرة وما انه حلو ما بقبل يعني مش من المستحب انه نحطه او نتعامل معه بطريقة انه والله لا الضروري يكون موجود لانه انا حسيت اول صورة بتشبهك لانه ما فيها كتير اغراض انت مع اقل اغراض بالمكان يعني او بالسالون هلا هو حسب يعني فيه اوقات اشخاص بحبوا يشوفوا كل اغراض اكتر اغراضهم بحبوا يشوفوا بس يعني هي هو الازويق بتختلف بين شخص والتاني يعني بالشغلة بس المزيج بين الكلاسيك هون بتشوف الباز طبعيتها كلها كلاسيك يعني حتى هيدا الفريم المولير اللي كانوا يشغلوا على الحيطان الكلاسيك موجودة وحاطين الفرش الموديرن معه بطريقة هيك استاتيك وحلوة بتعملت اللي عن اللايتينج هيدا اللايتينج موديرن بس مش الترية ترية بال كتير حلو موجود مع جو كلاسيك مع كاوتش موديرن مع لوحة موديرن يعني هالمزيج هيدا واذا تلاحظ كمان الكاربت موديرن يعني كل شي موديرن إلا الباز طبع البيت اللي هو الحيط الخشب اللي هو الحيط الباغروند الكلاسيك تابقوا نعم هلا بالطبع نحنا إذا ما نعتمد كتير كلاسيك قصص في كتير بيسز كلاسيك فينا نستعملها وهي تاعت الأبياص هالمزيج هيدا يعني فورنتشور أو بيبلو فورنتشور بيبلو مثلا كراسي فينا نحط نعمل ملانج بين كراسي موديرن مثلا وكاوتش كلاسيك نعم أو بالعكس صحيح يعني كون في عندك كاوتش موديرن واللي هو بلان تيسو أو ميش كله صوى منجد أو جلد حتى كابيتوني أو فيكون مثلا تشستر فيل هل تبقى تقوله أرديكو أرديكو يعني يعتبر كلاسيك؟ أرديكو هو موديرن ديبوك يعني موديرن العصر الزأزيتو اللي بيعمين حكي عنه ايه فوق يعني بهيدا بالفنتيام سياكل صار فيه الموديرنزازيون وهي اللي بسموها أرديكو راح نشوف بعد الصور كمان بعد فيه صور مهضومين هون كمان الكادر كله كلاسيك مع الشمينة الماربل الكلاسيك وهيدا بقى بتلاقي معها فيها المزيج الكراسي والكاوتش الموديرن اللي يعطين هايك تويست بالقصة هي خبرية الكيتش انت عم بتقول كيتش كنت أنا بحب سميها تويست أكتر يعني تويست هي الحركة الغريبة اللي بتبقى بالبيت المنى كله منوتون يعني النقلة ايه هي منو ما يكون المونوتون يعني اليوم البيت اذا كله كلاسيك ما فيه ولا قطعة شوي بتحرك الجو كمان بتزهق سموار اول عكس صحيح كمان يعني بجو كلاسيك فينا نحط الشغلة الموديرن اللي بتعطيك شوية نيوانس بتعطيك حركة مهضومة حتى اذا بتلاحز كمان الجو الجو كله رايق وهادي وفيه ألوان بتطلع هي بتعطيك شوية التاتش الغريبة نعم مع اللايتينج بسا شايفك حاردة كتير مطارح ترييات ببيت مودرن يعني هيدا أنا بس هيحزت بألوان يعني ايه ما تخلي شي بالباك زيب حط ترييات عبقولون على الهواء هاي متلهم خلي كل العالم تعريب هون كمانا منشوف الجو موديرن ومنشوف الكاربت كلاسيك عرفت؟ وهالملانج هيدا حلو يعني كمانا انه اذا واحد عباله يحط قطعة يعني ما نخاف من هالجرأة هيدا يعني يعني أنا دايما ببقول انه يعني منصير نقول انه هيدا بتزبط او ما بتزبط اذا اذا فيه ربال بشي مطرح او ريليتشن بين شغلي والتاني انا دايما اموذ انه واحد يخلط هالشغلي يعني هون بتلاقي فيه فوتاي مع الكاربت اللي هني كلاسيك مع الكاوتش الموديرن واللوحات الموديرن اللي هني وراهم واستجادة حتى كلاسيك؟ استجادة كلاسيك اي طبعا بينا بوضوح مع رسماتها وهيدا نعم اعرف فيه صور ولا خلصو؟ كان فيه بس خلص وقت نعم عكل حال انا يعني حلو كتير الملعج اللي شوفناه لحد هلا طبعا هو الفكرة الاساسية انا بلاقي انه واحد اذا عنده شغلة ما يتخلى عنها يعني فيه يمزجها بالجو اللي هو عباله يحط فيه هيدا شغلة كتير مهمة جو تانكيو لانه بالفعل كي حلوين الحلقات عم بيكونوا والصور اللي عم نشوفهم وافكار ممكن نعطيها للمشاهدين لبيوتهم فيهم يتخلوا عنك اذا حضروا كل الحلقات من اول برنامج له هلا بيقدروا عن المهندس بيشتغلوا لحاول كيف؟ علمني كي عامر طبشوة اخبار التكنولوجيا حول العالم صباح الخير جزيزا صباح الخير صباح الخير للمشاهدين تمرين؟ ليك عامر سؤال ايه سؤال بمحلول طي انت الاخبار اللي بتجيب لنا اياها عن تكنولوجيا هي بتجيبها انت لتساعدنا ولا هي نكاية يعني لطهرنا او شي اه لساعد المشاهدين ليكون نكاية لقلك اوكي بتحب حالك؟ اه مش كتير مش كتير؟ هي مش كلي انا قلت فيك مش كلي هلأ اكتشفت هلأعرفت بصدوم решตاني خبر انا قلت للمقدمة, حق لك لاش انت القلت الصباح بالمقدمة اللي انا deutsتعدالي انDeحق دايما بركز عليها اننا اه التعصيب والاايل والسترس هي السمن بالامراض طيب اينا ATA انا شو بدي يقول لل مشاهدين انا انا كم ضوعة بتشتري الخير هذا المطلوب انا معمر باخد الادولي انت معاستي عامل هيك هملا شاء مهم انا ما عم بيخد ادوية لانشيك عامل يعني بس انه بس تنتبه لي على حالك تنتبه لي على صحتك وحب حالك. حاول حب حالك. تسين تحب اللي حوالك. مشان انتبه على صحتك عم بحاول هلا هاليومين حل حلل للقصة. يعني ما تعد تجي انت ويك انت بقى. انا كل الوقت عم يعني عم بركز على السبت لانه ما ما في خيك تقطع هيك مرور. والله ما بلح يا ادوية. حبيتها منك نيحة. نيحة انا بأسر بالعالم انه كان اجابا او سلبا بس بأسر يعني. هيدي اهم شيء مؤسر. طب حتعلن بحب حالي شوية اكثر بعد. اه مرة تانية صباح الخير جوزاف. اليوم ما حنحكي شوي عن عندي حلة لك. هل بلك باخر حلقة. طيب ماشي. اه راح هيكي شوي عن اه اللعب تاني اللي عاملين ضجة اه هالفترة هيدي. اه بلا ما فوت بالسيء ولا او او ما السيء او الاسوء بموضوع هالالعب. نعم. خليني بس اذكر على شكل سيء بتذكر انه كنت ارويك بحلقة وحكينا عن فورتنايت وفي ايضا الالعاب مثل بوب جي وغيرها يلي هني اه باتر ويال واللي هني عم ياخدوا ضجة كثير. دلني على اللي عاملون. دلني على اللي عاملون. دلني على اللي عاملون. ما هيدي هي. نعم. هلا الفكرة من ورا اللعبة اه اه اوكي الشباب عم بيحبوها. نعم. انا ما بدي فوت بمحتوى اللعبة ولا بدي فوت بليش عم بيحبوها. نعم. بدي فوت بالظاهرة يلي عم تطلع بموضوع اه اه عداد اللاعبين. نعم. فورتنايت اه انطلقت بآ اه تموز لالفين وسبتعج. نعم. واطلقت مية فيها يني اه الكانسبت الج connais اللي هو مجموعة من اللاعبة بتجتمع لا تتحدى بعضها. نعم. الحديث الخمسين ليعب من كل من كل جهة. اه يعني تقليل مية لعب بنفس الوقت موجودين على ارض المعركة اذا فينا نعم. هل رقم هيدا هو عيب بيترجم على اربعين مليون شخص عم يلعبوها اللاعب لات بما هلّ بطلاعب بنفس الوقت الموجودين على أرض المعركة بالشهر. ايه. من سنة لليوم. كتير رقم كبير يعني نجحوا يعني اللي عملوا هاللعبة نجح نجح كبير. اه. تلتة ملايين وخمسمية هو البيك. اه موجودين بنفس الوقت على على سورفرات هاللعبة هاي دي. عم بلعبه. اصلا صار فيه متل كومبتشنز وتورنمنت وهلا ما بيسمع يعني من ابني ومن اللي حواليه اصحابه بيعملوها والجوائز كتير كبيرة وصارت قصص مش بس لوكل يعني عم تكون انترناشنل من بلد لبلد عم بيسافروا لانه يعملو هالل. ايه. بس ازا بدك تحكي بموضوع الكمة. نعم. اشهر انسان بيلعب او اشهر شاب بيلعب على هاي دي اللعبة هو لقبه او نيك نيم طبعه نينجا. نعم. لما بيلعب جيم توصل ارباحه لحديث المليون دولار. يا ربي دخلك. طيب انه شو هاي? انه تبس هي. بس هو اكيد بيلعب الجيم بيعملها ستريم. نعم. يعني بيعرضها مباشر على الانترنت. اوكي. فانت بتتفرج على اللعبة وبتتفرج كمان بضمن اللعبة ويندو آآ صورته هو وقاعد عم يلعبه. لايف. انت بتعرفها للعبة. انا بعرفها للعبة. وبالعبة. بتلعبها. هي بده شو? بده تركيز ولا بده تدريب الواحد يو سلاح المستوى هيدا? بده يمكن ايه? يمكن تركيز. طيب وفيه الى سايد افاكت معينة على الشبيبة. اي. يعني متل اي لعبة تاني بس هيدا على اكتر. اه ام يعني اول شي ما لازم يحاولوا يطبقوا يلي عم بيعملوا باللعبة بالحياة اليومية. نعم. اه من استعمال الاسلاح لغيرها من من الامور. يعني ما معرف اما في فترة قاموا قيمتهم على توم انجيري لانه في عنف مشان الاطفال ووقفوا توم انجيري وعملوا ما بقى يعرضوا. يعني كلا الامور يعني هيك العب. شو جيب توم انجيري لهالالعاب اللي عم نشوفها والدم والاكل. سليني كارولك بشكل بسيط. نعم. على ابني انا اللي عم يلعب. نعم. فورتنايت. بالنسبة لابني توم انجيري. علمته لابني الموسيقى الكلاسيكية. طبعا. كترة الموسيقى اللي مستعملة والردم اللي مستعمل بقلب توم انجيري. صحيح. ولما جيري بيدرب توم ولما توم بيدرب تجاري كله هو عبارة عن قليت موسيقية عم تتحرك. نعم. وعم وفي دق وفي في في ميوزك بقلبه. اوكي. اه مش كلها كلاسيكية في قصص. في قصص. اه فاين فاين بس انه في ردم. اه بمحال في ردم. نعم. اه انا احبه لهالريدم وهالكونسيسي وهالميوزك وهالاصوات. لا بغنزا فيها ضامة في كزا. مي مي مي. بس فورتنايت ما فيها هالشي هيدا. ما فيها شي. اه فورتنايت فيا انه الواحد متكاينه عفش خلقه بالعنف. يعني هون. صح. خلينا نخدم هالمنطلق. اذا بدك. يلي انت قالته هلا. انه خلينا نحصره با استعمال التكنولوجيا والالعاب بفش الخلق بمحله. نعم. فقط. طب هادي الابليكيشين اللي فيه تنزلها على تليفونك. فيه يصير فيه عليها رقاب من الدولة بحد زيتها وتمنع. لأ لأ انه بكل شي. اهنه عم يعملوا وشباتهم بمعنى انه محطوط لا اي عمر ومين بقدر يعمل لها داونلود رقابة عيد الاهل هون هي اللي بتلعب دور قديش عم يلعب الولد على هاللعبة بنهار يعني انا مساحة حاططه لابني اكتر من ساعة ما بقدر يلعبه. نعم. كفي يلعب شي تاني بس لهيد اللعبة عنده ساعة بنهار. العمر معين فيك تعملك شي بس باعمار معين ما بقى فيك تعمل. بكل الاعمار فيك تعمل. هيدا الكنترول بس انه بضل فيك تنبه عن هيدا الموضوع. نعم. هلأ فوق 18 صارت اللعبة رسميا او قانونيا متاحة للجميع. نعم. هي اصلا قانونيا ورسميا متاحة فوق عمر الاربطاش. المزبوط. اي. يعني ازا بدنا نحكي بالقانون. هلأ عنا هوني بلبنان ما كتير عم بيطبقوا هالموضوع او ما عم بيكون في رقابة من جهة الدولة. ما بعش بدي حملها بعد للدولة عم بحملها من قصص. بس من هوني انا بطلب من الاهل انه هني يكونوا. يعني انا بعت في شاب درس برات البلد انجينير واجه على البلد بدل ما يشتغل بشغلته فتح نتورك وقائم النتورك وما تقول هيدا النتورك على هاي اللعبة. صح. يعني انه كل العالم. صح. اه موجود عندنا طبعا. حنعطي شوية تستاتيستيك بقى هيد اللعبة انا ما عم شجع العالم يعني يلعبوه لانه ما عايزين شجعهم. شجعين. شجعين. خلصين. رحنعطي شوية بلنا حوالي 40 مليون شخص بيلعبوه بالشهر. اه اه او 3.5 مليون بيلعبوه بنفس الوقت او بالنهار. اه هيدا اللعبة عملت ارقام كتير كبيرة بالاحصاءات على صعيد اه الارباح يلي عم تطلع من منه واعزة شفنا شوية صور بس هنشوف شوية صور للجيم نحط المشاهدين بالجو حفوط شوي معك هيك بشكل سريع جوزاف هاي دي الخريطة يلي هي ما بتتغير للعبة يلي هو عبارة عن بتنقصم نصين وبيصير فيه انزال لخمسين لعيب من هون وخمسين لعيب من هون بالبراشوت أو بالجير المستعملة ممكن يعني مثلا وحده هلأ من ال هلأ اللي عم يلعب اللعبة هلأ بيلاقي انه الجير كله يتخصه بهالوين ومسكات هلوين وبومكينز وهالأصص هلو بديتعدلوا كل فترة وفترة حسب المناسبة بكرة حنشوف يصير كوستوم سانتا وغيره بكريسمس بالميلاد العبياج تبع اللعبة بتتغير يعني عبياج والبعض الأحيان يعني مثلا مثلا هلأ فيهون يقوصوا بعض ببومكينز مش ب آه لأنه هلأ هلوين ايه في زلتوا بومكينز على بعض مثل كل الجيمز اللي عم نشوفهم عم يغيروا الأبياج تبعهم أو الكاركترز لبومكينز وبيكون فيه نوع من مثل ما قالت أنت كمان نوع من المسابقات نعم واحدة مسلا بتصير فرايدي نايت اسمه فرايدي نايت لايف بس بتقول الشباب أكتر من الصبايا يعني بتقول أنه الشباب أكتر من الصبايا أكتر بكتير لعنى مع أنه فيه كاركترز بنات بقال بالله صحيح فيه كاركترز بنات هلأ بتعرف شغلي افتقدنا صراحة معلش وبضمن فقر التكنولوجيا للسوشيل جيمز يعني السوشيل جيمز اللي بنلعبهم بأيدينا يعني اللي بتجمع العيلة اللي بتكون في كوميونيكيشن عم بيحاولوا على الانترنت أو عم بحاولوا على هول جيمز موجودة ديجيتل أنه يجمعوا العالم مثل هاللعب اللي انت عم تحكي عنه يعني مع بعضهم يلعبوا فريق واحد ضد فريق تاني بس هن ما فيه تواصل ما فيه كوميونيكيشن كوميونيكيشن اللي بتصير هي بتصير هي بالسوشيل جيم أنا بدي أنصحهم طب أوكي بحبوا هيكي التحدي الريسك فيها تحدي صارت قديمة المونوبولي فيها تحدي صارت قديمة في عندهم الكتان مثلا هلأ اللعبة كبير حالي الريسك ما بعرف إذا بوافقك الرأي أنا ما بعث بالرأة قديمة اي مانع دي قصدي قصدي يعني لزمان بس أنه بعدها شريدي بس أنا بلعبها هي طبعا فيه الكتان هلأ الكتان كتير كتير لعبة مهمة الكويدو فيه كتير ألعاب سوشيل جيم فيه كمان تعيط المنخار تعيط المنخار لأ يلا علمني علي أنا حلو اللعبة تشمع الولاد حواليها طبعا أنا أولادي ملعب كتان كتير 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 متحمس وبتلع صوتنا للأصغر فيه هيد اللعبة اللي هو مهضومة بتضحك بيجتمعوا الولاد حوالينا اللي هي عبارة عن بدك تسحب مخطأ من الوجه أوكي وإذا سحبت الغلط راسه بيطلع بيطير البرين طبعه بتضحك بتسلي فيه تعيط الباي نفس الكونسبت كمان فيك تستعملها بالأسئلة أو بالدايس يعني سألت سؤال جوابت عليه خطأ بدك تبرم المانيفا أو التوري اللي بقلبها يعني أنت كمين بتشجم يعني أنت بفكرتك تكنولوجيا بتشجع السوشيل جيمز أنا صراحة مش بس بشجع جزاك موجودين موجودين برافو ريسك يعني هلأ ذكرت مونوبة ممكن مونوبة اللي أنا زائت منها بس ريسك منظلنا فيها العب فيها تانكيو عامر مشوفك سابت جين على راد إن شاء الله بس أنه حتى الألعاب اللي عم تعلمنا علي أنه مخطأ من خار شوية خير بتضحك جربه جربه أنت شاطر فيهم موجودة بال أنا بجيب لك يا هدية سارة جاهزة أكيد طيب أنه أكيد أنه بتقولولي عامر أو سارة بقلكن سارة روح رشد أكيد جاهزة وإن شاء الله أنتو تكونوا جاهزين لأن الأطباقية اللي رح نعملها هلأ هي عن جد كتير سهلة رح نبلش بأول بلايا اللي هو الملانزانة دي بارميجيانا هو كنية عن بتنجان عم نشفيه هلأ بلشت أنا أشفيه بالفرن وبنا نعمله لييرز مع سوس طمات هلأ من بلش فيها وبرميزان وهذه هي كتير سهلة وفراش مونزاريلا أول شي بما أنه أنا حطيت أول اسم بتنجان رح أبلش بالسوس يلي هي كنية عن زيت زيتون أحط لكم أصغير بصلة وسط أو صغيرة نفرمها صغير البنادورة يلي بدأ نستعملها فيكن في دوز أوبسيون حتى بتشوفوها بالوصف على الشاشة في عندكن البنادورة المعلبة مثل اللي أنا جبتها لحتى نختصر شوية وقت وفي عندكن البنادورة الفرشة يلي أكيد أكيد بتعطي تعمي سويت وأطيب إذا عم تستعملوا بنادورة طازة بس تعطيكم هيكي ترك صغير بماية عم تغلي بتسقطوا فروق البنادورة اللي بدكن تستعملوها بعد ما تكونوا هيكي شكشكتوها شوي هيكي بالشوكة دير مندار بتسقطوها 40 ثانية بالماء الصخنة بتشلوها بتحطوها 30 ثانية بالماء المساعة وبتقشروها وبترجعوا بتكفوا الإيتابات اللي احنا هلأ عم نعملون أوكي هذا البصل رح أوطي النار بس البنادورة الطازة بعد في شغلة وقتها بتقشروها بتكون تعصروها وتشلولها للبزرية اللي ملجوها وتجاعد حطوها فوق البصل والتوم رح أاخد حصين توم وإفرمهم صغير ولكن متل ما قلت لكم هلأ عم نحضر السوس البتنجان بالفرن منقصوا إذا جيبين بتنجاني كبيري متل هاي أنا قصيتة بالطول فيكنت قصوها سركلت مدورة حسب الثانية اللي عم تستعملوها بتشووهم مع شوية زيت أنا رح كفي هاي دي إيتاب السوس البنادورة هلو الواحد يبلش يعيش أجواء العيدة؟ هلأ أول شي ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا فيسبوك عالم الصباح وسؤالي هو قديش بتحبوا حالكن وقدي بتشتغلوا على هالموضوع إذا بتعرفوا قيمة حب الزيت بس ما نفصل بين حب الزيت أو نفصل بين حب الزيت والأنانية في شعرة صغيرة ممكن نوصل لها هاي أهم شي ما بدها الأد مع حسن واليوم موضوع بتصور بهم الكلا حلو الإنسان يعيش أجواء العيد من قبل بشهر وشهر ونص وكذا وريزوليوشن راس السنة اللي لازم تبلشوا تحضرولا من هلأ القصص اللي لازم تفكروا فيها بيكون تغيروها بحياتكن بداية جديدة مثل ما كنت عم بحكي اليوم كل يوم الإنسان لازم يفكر أنه بيقدر يعيش بداية جديدة وهيدا حديثنا اليوم رح بيكون مع حسن وما بدها الأد هيدا شو بتكون صباح خير صباح نور بتكون بتكون بالدم يعني الواحد بتكون بلت إن بيخلق أنه هو قادر يبدأ بداية جديدة قادر يعمل لأنه في عالم بتعمل ريزوليوشن شي مية وخمسين ريزوليوشن أو مية ريزوليوشن يمكن واحدة منه أنجا تزبط لنا صحيح هلأ أول شي لما تعمل مية وخمسين ريزوليوشن ما حيزبط معك بدك تكون وتاخد عدد قليل من ريزوليوشن اللي تعملونا السنة الجاية لا عم نحكي نحنا بالريزوليوشن هلأ اليوم نحنا بسبتعاش نوفمبر سبتعاش تشرين تاني عم نحكي بالريزوليوشن للألفين وتسعة عشر نعم هو شي بعد جمعتين ثلاثة مفوت موسم الأعياد صحيح موسم الأعياد لحنا نعجق كتير لحيجوا الناس ريبيننا من بره نظهر معاون نسهر معاون الولاد بيصير عندهم فرصة بالمدارس ببطل عندي وقت لفكر شو بدي يغير سنت الجاية بحياتي اليوم هيدا الوقت هلأ من هون إلى خمس عشر يوم عشرين يوم عندي وقت كتير لفكر شو بدي يغير بحياتي لأنه اليوم انت فيك تغير بحياتك اللي بدك إيه إذا بدك سنتك تكون سنت الجاي مثل هالسنة ما تعمل شي ما تعمل ريزولوشنز اللي مبسوط بحياته ما بده يغير ما تعمل ريزولوشنز بس كل واحد فينا بعتقد فيه حسن حاله من منطلق حديثك اليوم بالصبح جوزيف عبتحكي عن أدي الإنسان لازم يحب حاله إذا بدك تحب حالك أعطي حالك فرصة أنك تصير أحسن أعطي حياتك فرصة أن تكون سنت الجاي أحسن بكتير من هالسنة طبع ليش بدنا ننطر لأسنة الجاي لتصير الأمور ما بغير اليوم هلأ نعمل دراسات كتير أنه أول السنة فرصة كتير حلوة موتيفيشن للراس أنه يلا فيتين بواحد واحد هلأ بدي بلش تغيير نحن فينا نبلش اليوم بتغيير لكن الموتيفيشن بتكون أكتر إذن أول السنة لح بلش تغيير تبعي ونبلش عود حالي على الفكرة شو بدي أعمل نعم أوكي يعني أنا في شغلي كتير مهمي يعني بلكي بالبيت التمرينات والتدريبات اللي بتصير من الأهل لأولادهم وخاصة إذا كانوا بعمر هالسفنجي اللي عم يمتصوا منهم إنه يحطوهن وينقوا ولو ريزولوشن وحده ويشتغلوا على أساس أنه عن جد أولادهم يغيروه وهيك سنة بعد سنة يمكن بتصير هادي دخلي بنمط حياتهم السنوي ويمكن الشهر ويمكن اليوم الواحد بيقول عرص السنة بس في أوقات أشخاص بيقرر يعمل ريزولوشن بنص السنة أو بأول شهر من السنة ويبلشوا فيها بالفعل ومش منقول أنه التنين رح نعمل دايت هادي من ما سنكون الجمعة أكتب التنين رح نعمل تبلش الدايت ومن تريجي التنين بنصر كمان قضية الدايت مثلا أنا لما بدي حط ريزولوشن بدي حط تارجت لحالي بدي يكون سبسيفيك أكتر سبسيفيك يعني محدد مثلا بدي أعمل دايت طيب فاين بلشنا دايت شو تارجت تبعك من وراء هادي دا بدي أنزل 15 كيلو 15 كيلو رقم كتير كبير بالنسبة للعالم بيعمل دايت بشدع حاله جمعتين 3 شهر بيلاقي حاله نزل 2-3 كيلو بقول هادي القصة كلها العذاب اللي أنزل 2-3 كيلو خلص بلاها وبيوقف لأنه ما وصل للتارجت لحطه براسه 100% من هاكل نحنا بنقول 60% من العالم بيعملوا ريزولوشن كل سنة من عالم بأمريكا إذا بدي أحكي هذا الاستاتيستيك ولكن 80% من هول الناس بيوقفوا على شهر 2 أو شهر 3 بوقفوا ريزولوشن سعبولون خلص بيستسلموا أنا هادي الخمسة عشر كيلو بدي أصمها على أجزاء بعمل بدي أنزل 15 كيلو بالسنة يعني إذا أصمتها على 12 شهر خليني أقول بدي أنزل 2 كيلو بالشهر 2 كيلو بالشهر شيء كتير ممكن تحقيقه يعني 2 كيلو بالشهر إذا بتقصمه يعني المعصد دا كتكون ريزولوشنز مقبولي ومعقولي ضمن الواحد يقدر وقد ما كان الهدف كبير اليوم الناس يعني بزيدوا تقدير قديش بيقدروا يعملوا بسنة بدي أنزل شو بيقدروا يعملوا بعشر سنين أنا هيدا القول بدل ما عاملوا بسنة يكون عندي دا موتيباشن عدية قصموا على سنتين 3 أو 4 ولح تقدر توصلوا يعني إذا قصمت الـ 15 كيلو على سنة كاملة مش بشهرين 3 بدي أنزل 15 كيلو بتلاقي حالك كل شهر عب تنزل 2 أو 2 أو 3 كيلو بعد 5 أو 6 شهر وما عندك دي موتيباشن إنه أنا بشهر واحد منزلت 15 كيلو الهدف تبعي بدي أصمو أعمله صغير 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 فور اكزامبل شغلي شغلي كتير هيني بدي صمت خمس تاريف دولار بالسنة بالنسبة لبعض الناس خمس تاريف دولار شي رقم كتير كبير لكن إذا قصمت الخمس تاريف دولار أنا على 12 شهر وقصمت الـ 12 بالشهر كل يوم قدي فيه جمع إذا بجمع كل يوم 20 ألف ليرة بشيلها على جنب بحطها بمحال صمت خمس تاريف دولار آخر السنة عم بحكي أمثال بسيطة وصغيرة اللي بدي يصمد 2000 دولار مثلا بالسنة بدي يقصمون على 12 بقصم 12 على 30 بيطلعهم بصمد خمس تاريف وهم هم الطريقة إذا كل يوم بشيل خمس تاريف طب نعم بدي جيبهمهم الخمس تاريف أو العشرين ألف هنقول بالأسبوع إذا عم بصمد 20 ألف ليرة أنا كل يوم يعني 140 ألف ليرة بالأسبوع كيف بدي يصمدهم؟ طب أنا عم بروح بيتعشى مرتين بالأسبوع خليني اتعشى مرة واحدة بالأسبوع ووفر هالـ 70-80 ألف أو 100 ألف ليرة لحتى قدر أعمل فيهم شيء اللي أنا بدي أعمل الله يساعد في عالم مش عم تعشى ولا مرة برات البيت أوكي حتى بالبيت من دون شك من دون شك ما عم نحكي عن الناس هيدوري عم نحكي عن الناس اللي قادرة شوية تشيل من بس أكيد أكيد كلكم فيكن تعمل كل واحد ع وضعه الاجتماعي كلكم صحيح ما ولا ولا ما فيه استثناء أبدا طيب أنت يعني عم تحكي هو تجزيق المهمة أو تجزيق الهدف للوصول لأله بشكل أسهل حسن صح يعني هيدا ما يصير عن يعني يعني بتصير يعني الواحد يكون مشجع قلب بقوله يعني البطل فيه تشجيع هي بس يفشل بالمهمة يعني هوني أنا بس بدي منك تقول للمشاهدين شو الفرق بين واحد يوصل للمهمة ويربح شو بصير من بعدها وبين أنه يفشل للمهمة شو بصير من بعدها أوكي أول شي بدي أتقبل الفيلر أنا بدي أتقبل أنه فيه احتمال أنه ما أوصل لهدفي بالوقت اللي أنا بديه نعم دايما بعطي مثل كتاب لجون ماكسو الاسمه عفوا أوقات بربح أوقات بتعلم اليوم ما فيه خسارة اليوم أنا ما حق أخسر إذا ما وصلت للهدف طبع بالوقت اللي أنا حطه بدي أقول لحالي أوكي شو عمرت غلط لحتى صليح مرت الجي لحتى وصل للمشاهدين كون جربت وهيدا درس لألي ما أعتبره فشل مية بالمية ما فيه فشل إلا إذا فشرت أنك تتعلم من الدرس طبعك فالفشل حطه بوجهك أنه معقولة أنا كتير ما أوصل لهدف هيدا الشهر وصله شهر الجي أو شهري لبعده بس أتليس يكون عندي شي موطف أو حافز لحتى أوصل لشي بديه يعني فيه أخد أهداف صغيرة بالحياة جوزيف مثلا حكينا عن الأربعة دي منتشان الجمعة الماضية مثلا بدي أضي وقت شوي زيادة مع العيلة هيدا السنين سأنا بدي أحط كل أسبوع بدي أقعد لساعتين ثلاثة زيادة مع العيلة بدي أتقرب لرب أكتر شوي خلينا نقرأ كل يوم صفحة من القرآن أو الإنجيل كل يوم صفحة وكل يوم خمس دقايق راية تكون عم بلج حقيق شي أنا كنت أفكره كتير بعيد نعم جزق لهالهدف الكبير عمله الأهداف الصغيرة صحيح ووحدة من الأمور اللي كتير مهمة كمان أنه نحط دادلاينز لحالنا أوكي ما أقول مثلا أنا بدي أعمل شي وما حطت لحالي دادلاين ما حطت لحالي سكتجول لا بصير اشتغل بطريقة دابل بتضلك تأجل ساعتها أوكي بس لحتى دادلاين يعني بعمل الأفرت أنه بهالدلاين كن واصل لهدفي صح بكون عندك شي عم بحفزك أنه ما بقى عندك إلا شهر ما بقى عندك إلا أسبوعي بلك ما بعرف دادلاين بدي حط له دادلاين بدي حط أي تارجت حطه بحياتك من دون دادلاين أوكي ما فيك توصل له لأنه حضلك تأجل فيه لأنه الإنسان بطبيعته بحب يأجل ما عندي دادلاين نعم خليني لأ خليني حط دادلاين ووحدة من الأمور اللي لازم تنعمل والكتير مهمة أنه أكتب الهدف تبعي عندما كتبت الهدف تبعي بيصير عندي كميتمنت أكتر أنه أعمله وخبره لشخص عندك بالبيت ولشخص بالشغل أنه هيدا أنا هالسنة هدفي أعمل واحد اتنين ثلاثة خلي هالشخص يلحقك كل السنة حسن وين صرت أنا السنة بدي ببلش أكتب كتاب إن شاء الله عم بكتب كتاب إلي فترة عم بكتب فيه بس السنة إن شاء الله نوي خلصوه يعني خلي الناس اللي حدي دائما حسن وين صرت بأي شابتر صرت أدي بعد بدك أحكيت مع دار نشر مثلا خلي حدا يلحقك لحتى تضلك محمس توصل مستعرف كمان لستحكي قدام حدا بيهمك رأيه يعني بيهمك رأيه إذا كان عم بيصر عليك ومسلك هالأسل أنت عم تقوله بصير موتيفي أكتر وحدا إيجابي نعم حدا ما بيحطم لك معنوياتك ما بيقول لك إن شو بدك بهالشغلة ومين بعد بيكتب كتب وكل هلو لا بالعكس أنا بدي أعود مع ناس إيجابيين لحتى أوصل للي ببدية نعم كمان لما أوصل مثلا وصل ثلاثة ثالث شابتر من الكتاب خلينا خلينا أعطي هدية لحالي أنه وضع حسن بروع عليك لا أنا لحالي عبتشتغل منيح عبتمشي تورجر أبجيكتف لحتى توصل الهدف تبعك وخد هاي هاي جايزة لك شو الجايزة اللي أنت بتحبها تشتري تي شيرت تشتري كتاب تشتري هدية صغيرة غير موبايلك ما بعرف عمول هدية لحالك على الشغلة أنت كنت حابب تعمله نعم تعرف كتير قصص بالحياة يعني لازم بقدر واحد يعمل بس شو هني يمكن واحد ما بيكون ملفت نظره على الموضوع إذا بدك حلقة الجاي نحنا فينا نعطي أمثلة شو ما أقولي يكونوا الـ الـ مش غلط أنا بلكي سبت الجاي رح تكون الـ تبعي عن الـ أعطيكم أفكار والحلقة ما حسن سبت الجاي اللي رح تكون مصري سبت اللي بعده إن شاء الله نفعل هذا جيد جيد أكيد نحنا بدأتعرف دايما بحاجة لأفكار دايما بحاجة لمساعدة بعضنا لأنه ناخد الأفكار من بعضنا يمكن أنتو حد الـ اللي بدكن تاخدوها وتنفذوها يكون هدف لألكم بسنة الجديدة بس مش عارفين شو هي في كتير عارة ما بكون عارفة شو بتغير بحياتها أنا بدي أنهي بكلمة واحدة بيقولها لتحقق أمور بحياتك منك محاولة نعم بدك تبليش تعمل أشياء بحياتك منك عملها صحيح هلأ وقت التغيير اليوم اليوم لازم نبليش نغير بحياتنا لازم نكون حياتنا أفضل خلي الـ 2019 لأنه فينا كتير بالبلد إذا بدك يكون حياتك أفضل بـ 2016 فيه أشياء أنت لازم تغيرها لحتى تصير حياتك أفضل بـ 2016 خلينا نبلش أنا وياكم من افتتاحية عالم صباح اليوم إنه أكيد حبو حالكن هو أهم ريزولوشن تخدوها بأول سنة الجديدة إذا ما كان عندكم إياها خلينا نشتغل لأنه نكون عندنا إياها تمام صحيح دايكو لأ لك حسن بنشوفك على رات سابت اللي بعده سابت جي متل ما قالت جود لك لمصر ولكل الـ workshop اللي عم تعملون ومكامة المكان ناجح كمان بـ إسطنبول بـ تركيا وكان في من مختلف أنحاء العالم أشخاص شاركوا معك بهالـ workshop اشتركوا في القناة عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم السابت 17-22-2018 حفل للفنان عزيز مرقة في بيروت شاب أردني أمو لبنانية ويعني مزيج من الدول العربية اجتمعوا بهالفنان الفنان عزيز مع الموسيقى الرائعة من بعد ما كانت هويته صارت احترافه حفل رح بصير الليلة رح بكون مميز جداً جولي على كل المناطق العربية وخاصة المناطق الشر الأوسط يعني سوريا لبنان الأردن فلسطين كان عندك حضور راقي ورائع رح نتعرف أكتر على عزيزي اليوم ضمن هالمقابلة نشوف شو قصة باب شو قصة الموسيقى يلي بتستهويه وشو قصة الإيجابية والابتسامة دايمة عند عزيزي صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك أول شي يعني مش غريب أبداً اللي بحب الموسيقى يكون هالقد عنده إيجابية اللي هي فيها رحانية فيها تواصل سليم مع العالم يعني لقيه طريقة سليمة لتتواصل فيها مع الجمهور العربي وهي حبك للموسيقى عرفنا شوي عن حالك عزيزي أنا اسمي عزيز مراقا بالأساس كنت يعني انولدت بتونس وأبوي من فلسطين وأمي من لبنان بس عشت معظم حياتي بالأردن وشوي بأمريكا طول عمري مهتم بالموسيقى نعم ما عمري كنت أتخيني أطلع مغني كنت داماً مهتم بالتأليف الموسيقي كل الأشياء اللي بتصير حولي داماً بشوفي لها ساوندراك بكون قاعد براسي وأنا عم بطلع على المشهد اللي قدامي بفترة معينة وأنا في أميركا شعرت بالغربة نعم وغنيت أغنية عنها وبهذاك الوقت ما بعرف مين أخذ الأغنية ونزلها على مكان على الإنترنت وانتشرت الأغنية ومن هون صار علي واجب أن أقضلني أنزل أغاني متابعيني هم الشباب وبشعر أحيان أني أنا بغطي الثغرة بين الجيل الأديم والجيل الجديد أنا فيه ثغرة كتير كبيرة بين الجيلين عم بشعر أكتر وأكتر أني أنا عم بقدر أتداول وأوصل الأغنية للجيل القادم وهو جيل نوعا ما طالع مختلف جدا يعني هيدا هو أنت وجهتك بس شون الموسيقى اللي بتستهويك أو الموسيقى اللي نسمعها بتشبه أي موسيقى تاني فيه إلى اسم؟ لا إحنا فيه اشتغلت شي اسم موسيقى الراز هي مزيج بين الروك والعربي والجاز نعم الأغنية البعيد كتير عن الأغنية التجارية نعم اللي كانت متداولة زمان وبغني عن أي موضوع بالديام حتى الحب هاي الأيام ما بيشبه الحب اللي بنعرفه زمان الحب العذري فحتى الطرح بالكلمات الأغاني وكل شي بكون منطقي واقعي أكتر من الأغاني الأديمة طب عزيز هلأ الجمهور الحالي يعني بحاجة لهالمزيج هالملانج اللي انت عامله من الموسيقى لا يسمع لا يستهوي لأنه بتعرف يمكن إذا بتروح لها الكلاسيكي ما بعرف إذا في كتير كمية من تينايجرز ومن المراهقين من هالأعمار اللي هلأ لازم نشبعها بهالموسيقى تكون موجودة مثل ما بسمع كمية كنت من شوية من زينا صديقتك إنه في أعمار العشرين واتمنتعاش واتساتعاش اللي بيجوا بيحضروك وبحبوا إنه يسمعوا صوتك وموسيقتك هي اللي صار وحتى نوعا ما بأخر فترة فاجأ كل الوطن العربي نعم إنه صار في نوع من يعني ما نفهم إنه الجيل الجديد هو بيبحث عن هويته بشكل مختلف تماما كانت نوعا ما الهوية واضحة للإنسان العربي بالدول العربية كيف لازم تكون شخصيتك ومبادئك فهون صار في فراغ صارت الأغنية مش قاتت تغذي الناس اللي بتدور على هويتها بطبيعة الأغنية حبيبي نصيبي عيوني بحبك بتحبني كذا فهذا التغير اللي عم بسير هو طبعا مزيج من كل ثقافات العالم اليوم الإنترنت صار ما في شي ثابت على شخص معين يعني ممكن تكون شخصيتك فيها الأمريكي وفيها العربي وفيها الفرنسي لأنه كلها مزيج العالم كله نعم انت شوك الكلمة الموجودة بأغانيك؟ الكلمة الموجودة بأغانيك؟ شو شو هي عم تقول إنه في هالكلمات اللي قلتها من شوي موجودين بكل الأغاني اللي عم نسمعها هلأ كلمتك بتشبه هالأغاني؟ لا من بعيد كتير يعني ممكن كلمة حبيبي عمري ما قلتها مثلا بأغنية نعم مثلا أو نصيبي أو عيوني أو كذا يعني بيستنتج الواحد هالأمور هايدي ولكن من جمال أخرى أو كلمات أخرى نعم إصار الحب هي وسيلة أنك تشرح فيها عن كتير أشياء ممكن تكون اجتماعية أو نفسية داخل الإنسان وتستعير بكلمات الحب عشان توصل الفكرة فهي تستعير بقصة حب عشان تحكي عن أي موضوع يعني أنت ما بتشبه حدا عندك خط لحالك أو ما عندك قدامك حدا يدولي وهذا الشي تعبني كتير بالأول يعني أنا أول ما نزلت أغاني كانت الناس تضحك يعني شو هالكلام مش مستصاغ مش مفهوم مختلف وكان صعب يعني أول أكمل سنة لكن مع الوقت صرت الناس تتقبل لقيت ناس تشبهني بس مش مؤلفين يعني لو كانوا هم موسيقين كان عملوا نفس نوع الميوزيك ونفس نوع الكلمات اللي أنا أكتبها نحن رح نحكي عن باب بعد مهرجان باب يلي أنت قمت بجمعه يعني مع فنانين العرب ولكن بعد ما نشوف هيدا الكليب أكتب موسيقى 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 خلينا حطك بالعب ياباي وانا أتحسز حالي زي أني مربط بالعب ياباي 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 حسيت وهيني صحيت الركض دعا عبر اشتايت والصهر يا باي عيني يا باي يا باي يا باي وديتنا عالبحر وهين رجعنا يا باي يا باي وانا اطلع عمي من نهضة ماء يا باي يا باي رميذنا في السماء ويوئينا انا دا حب الانحسها لك حي يا باي ولا خف علينا شوي خلينا حباً بين عيني يا باي يا باي يا باي يا باي وانا حاسس حالي زي كاني مرفق في غدا يا باي يا باي يا باي يا باي وانن شو طال اله الدق نرجعنا يا باي يا باي ونطلع في دنوبة ماء يا باي يا باي ربيتنا بالسماء وإنه وغيرنا أنا دحب أنا ينقص على الحي يا باي ونقيف علينا شوي يا باي يا باي عزيز بس يكون الشخص بس تكون موسيقته هل بيؤديها بشكل أفضل بالكلام؟ أنا هيك بشعر يعني واحدة من أكبر المشاكل وجهتني كان دائماً أول ما أبلشت أغني وأعمل حفلات قلولي طب غني خد لك كم من أغنية كفر وغنيها أحس حالي مش يعني دام بقول إذا ما بتصدق حالك إذا أنت مش مصدق حالك وإنت بتغني مين بيصدقك؟ فأكيد برتاح أكتر عم بغني أغنية أنا كاتبها أنا حاسس فيها يعني عزيز هادي الحفل بالأردن يعني الألاف من العالم اللي عم بتشوفه هل قد محمسين معك مثل ما أنا الأعمار يعني أغلبهم تينيجر وطلاب جامعات يعني وفيه كمان كبار وكان في عندك حفل بمصر عم بخبروني كان فيها ما يقارب العشرين ألف من الجمهور الحاضر وهالقدة لتحمس معك يعني اسم الله عليك يعني هالقدة قدرت تتخطى مرحلة كتير كبيرة وهالقد قدرت تستقدم وحافظين الكلام يعني أنا بحب الموسيقى أو بتابع الموسيقى ما بعرف لي بعد ما وصلت لي إن شاء الله هلأ خلاص وصلتنا من اليوم بس أنه الحلو أنه حافظين الكلام وعم بتجاوب ومعك بكل كلمة عم بتقولة برجع بقول كانت يعني أول ما بلاشت كان كل حدا يقول لي طب غني لك أغنية بهاللهجات المتداولة غني بالمصري غني باللبناني غني باللهجة البيضة وأقول لهم يعني لا الإنسان اللبناني ناقص أغنية لبنانية ولا المصري ناقص أغنية مصرية الشي الوحيد بقدر أعمل إني أنا أغني أغنية قدر أنا أصدقها وبعدين أشوف صحيح يعني هاي هي كانت خلني حكي الشي اللي راهنت عليه نعم ومع الوقت يعني هاي الحفلة آخر حفلة بمصر عم بتطلع على ألاف من الناس عم بيغنوا باللهجة الأردنية صحيح فهمت بهاي اللحظة إنه مش الموضوع مش باللهجات هم الكلمات وصلتهم طبعا ما بدر أوصف لك والموضوع وصل وما بدر أوصف لك شعور إني أنا جاي من بلد معروف إنها ما عندها تاريخ طويل يعني أنت قاعد والفرعة قاعدة ولكن العالم حماس يعني هيدا أنا بس هون اللي شفته هالمفارقة الحلوة شو قصت باب يعني طلعت معك الفكرة من فترة بالألفين وعشرة وجمعت فنانين عرب يعني يعني مخضرمين وقدرت تعمل مهرجين باب طبيعة إني كشخص جيت بدي أبدأ مشوار فني في الأردن لقيت إنها البلد جديد عليها هذا الموضوع كإنتاج كأوتلتس في الإعلام البلد جديدة ما عندها خبرة بهذا الموضوع فخطر عبالي هون إني أعمل إحنا نسميه بلاتفورم أو قالب أقدر منه أجيب جهات ممولة أجيب موسيقيين من الأردن ومن خارج الأردن وصار نوعا ما بلاتفورم عالمي بيستقطب فنانين من أكتر من مكان ومنطرح كل فترة أغنية من هذا الكونسرت بس كان عندك اختيار يعني هيك شوية مثلا كنا نطلع على سامي كلارك وهو بيغني يعني جريندايزر وجزية الكنز طب أنا إذا بجيب موسيقين من من أوروبا ومن الأردن ومنحطهم مع سامي كلارك بمسرح واحد كيف ممكن يطلع هذا العمل وفعلا نجح كتير يعني إذا أسرنا نقدر يعني باب كان بالنسبة أنه زي ما هو مسمى الباب للوطن العربي يشوف منتج مصنوع في الأردن لكنه يعني معني فيه أي إنسان عربي يعني مين اليوم فيه إنسان عربي إذا سمع موسيقى جريندايزر أو جزية الكنز بيضغنى من سامي كلارك اللبناني ما بيشعر فيها فكانت الفكرة من باب أن أحط الأردن على الخريطة عشان يكون فيه قطاع أقدر أنا أكون جزء منه طبعا اختيار كان وفا تحيي لأردن الكبير سامي كلارك من له كل محبة والله يخلينا إيه بالفعل فكرة عظيمة اللي قمت فيها وبالفعل لقيت نجاح وكل سنة عم بصير مهرجان باب من 2010 لحد هلأ بدأ من كونسرت لمهرجانات ويعني ظل يتوسع الفترة يعني عبر ما يخلص وقتنا ما نحكي عن حفلتك الرسمية الأولى في لبنان اللي هي الليلة صح وين وكيف وشوه حفرتنا اليوم بالغاردن ستايت بيروت على الساعة 9 طبعا لبنان من الدول اللي احنا بالسوشيال ميديا ما كنا عم نقدر نكون على التواصل زي ما عم نكون على التواصل مع باقي الدول نعم ليه؟ فأحيانا ما هي شبكة الشبكة الاجتماعية ما بتحذر لها نعم فإحنا ما كنا قدرين يعني أتليس بالسوشيال ميديا ما هو في ناس بتصير تفكر إنه السوشيال ميديا هو العالم الحقيقي نعم احنا بالنسبة لنا كان لبنانيين مش موجودين فجيت أنا ومديرة أعمالي قبل شهر نعم دورنا وين في لبنانيين موجودين عنا على الإنستجرام وع الفيسبوك ورحنا لهم عمدنهم يعني رحنا على بيروت وعزفنا لهم بالشارع وبرضو نفس الشي بصيدة ورحنا على الترابلس وبطرون يعني رحنا على أكتر مكان عشان نتعرف على الأرض نعم وين هدول الناس موجودين قدرنا نجمعهم قدرنا نتواصل معهم على الأرض بالتالي أخذناهم على السوشيال ميديا وهلأ قدرنا ننلمهم بأول حفلة باللبنان عشان نعمل شو حلو هالفكرة فكرتك ولا فكرة يعني أنا وزير فكرة كتير حلوة يعني مثل الملك اللي بينزل على الأرض ليكون موجود دايما مع شعب ويعني قدر بيتقرف منهم انت هيك عملت هذه الفكرة ما في شي بعيد عن إيديك انت بتوقف على كيف انت بدك تتحرك وهاي عملناها بفلسطين وعملناها في مصر ننزل عند الناس على الشارع حفلة واحدة بلبنان الليلي صح بالجاردن ستيت جاردن ستيت جاردن ستيت ببيروت على الساعة تسعة بتخيل اه احجز دوت كوم احجز دوت كوم فيكن تحصلوا على الكروت اللي يعني متل ما شفنا شي جديد وحلو بنفس الوقت يعني عالة الواحد بده وقت لا يتعود على الأغنية وعنوعة الموسيقى قدرت هلقد نكون قريبين من كليب واحد يعني سمحني انه انا اول مرة بشوف شيء متل ما كنت عم بتقول انه في كتير عالم كانت بعيدة عنها باللبنان الفكرة صحيح انا بس مع كتير موسيقى بس من هلا راح نصير من رواد الموسيقى اللي ايه انت عم تصناعها ولا انت عم تغنيها كمان اه بدي اتشكر حضورك معنا عزيز اه مرقة واليوم بالتوفيق لحفلتك راح بتصير ببيروت بالجاردين ستايت وللكل العالم بقلكم تحجزوا على احجز دوت كوم الكارد لانه تستمتعوا بهالموسيقى الحلوة راح بيكون فيه جو متل ما شفتوا الجو بالكليب يلا شفنيه خلينا نعرف كل شي جديد عنك عزيز جود لك لقلك وزينا مديرت عملك صحيح انا بقلك اذا زينا مديرت عملك يعني خلص خلص يعني حط ايديك بماء بردي حاطت ايديك طبعا من من الاشتر والميحب شغلة كتير وهالقدة بتتحمس الامور اللي بتعملك تانك ولقلك شكرا لك المشاهدين كاملين احنا وياكن عالم الصباح راح نروح عند الشاف نشوف وين صارت سارة على انغام الغنية الحلوية اللي كنا عم اسمعها كيت قلع عم كف شوي شو عنا نعمل بس بدي ارجع اعمل الريكاب سريع للصوص اللي اشتغلناها حطينا بزيت زيتون دبالنا بصلي ثوم رشيت لهم انا شوية اوريغانو يابس ورجعت حطيت البندورة هلأ تركت واحدة بس لفارجيكم كيف البندورة لازم تكون يعني اذا كانت تفراش ليه بتكون تشيلوا مننا البذر اوكي هلأ هايدي منشيل مننا يعني في شوي بس انو منشيل مننا البذر والصوص طبعيتها البندورة المعلبة بتكون هيك شوي سميكي تكون سميكي اذا البندورة التازة اللي عم تستعملوها حسيتوها ما عطت هيدا الريزولتات فيكن تزيدو ملعة او ملعتين رب البندورة ورجعت بهاي او بالشوكة معاستن وتركتن يغلو شوي حطي يطلن فراش بيزل حبق تازة اوكي هلأ راح نبلش نطبق الاكلة راح حط شوية سوس بندورة بالكعب وبلش صف البتنجين يلي متل ما قلتلكن قبل انا جبتن كبار برجع بحط سوس بندورة اوكي بحط بارمزان شوية بارمزان برجع بلاير تانية باتنجين اوكي انا وعم بشتغل اكيد انتو بتاخدو الوصفة عن الشاشة هيدا اكلة طليانية اسمها ملانزانة على بارمزانة هلا كتير بحب الاكل الطلياني حتى لو ما بيزبط عطول بالحكي معي شو قلنا هلا بارمزان اوكي اكلة كتير بسيطة بتتقدم حد السمك المشويه تجيش من شويه كتير طيبة اوكي كمان واحدة بتنجين بحشل من هوني عم جرب نقييون القياسات شوي هيكي متشابهها من دال الكف لحت نوصل لفوق تخلص معنا السوس اخر شي السوس اكيد بفيكم تفضوها على الجوانب اوكي بس اخر شي بدنا نحط الخبز المحمص بدنا نخلطه بشوية فراش اوريجانو او اوريجانو يابس ونحطه على وج البلا ونرجع نحط الفراش موزاريلا الفراش موزاريلا يفينا نقسمها بيدينا هيكي ونصفها على الوج انا رح حطه بالفرن وبنرجع بنشوف الريزولتا الاخير باخر فقرتان من راشط ملح خليكن تبعوني تانكو سارة بنرجعلك طبعا بعد شوي نحن ويكنوا مكملين عالم الصباح ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيل ميديا وسؤالي قديش حب الزيت نسبة لكم شغلة مهمة وهل تعرفوا اهميتها وتشتغلوا عليها وخليها تكون ريزولوشن للألفين وتسعة عشر مش غلط ابدا تشغلوا على هالموضوع فيكم من هلا بلش ريزولوشن تبعكم نحن ويكن بريك ومن بعد من بعد دائما انا كنت فكر بموضوع كيف ممكن نقنع العالم ببيوتك أن تفرز النفايات بشكل صحيح وهل بصير فيه زعبرة بقال بالكيس ممكن الواحد يلا يمرأه ويحطه بالمستوع بالخطأ الفكرة الزكية جداً كانت لمنطقة دير الزهراني بالفعل ولها البلدية ولضيفي اليوم اللي رح نحكيه إنا أكتر شو عمل لا يشجع العالم وبنفس الوقت لا يكمش إذا فيه زعبرة فكرة زكية جداً وإن شاء الله الكل ينعدى مننا مش غلط أبداً ولكن براءة الاختراع إذا فينا نقول لها الفكرة بالتحديد لألكم قاسم ضيفي بالستوديو قاسم طفيلة رئيس اللجنة البيئية ببلدية دير الزهراني وطبعاً الحلو بلبنان أهلاً وسهلاً فيك صباح الخير قاسم صباح الخير إلى كل المشاهدين تحية لدير الزهراني اللي استقبلت هالفكرة أنتك صاحب الفكرة؟ نحن كبلدية لجنة البيئية ببلدية دير الزهراني بداية الشكر رح يكون لكل أهالي دير الزهراني لبلدية دير الزهراني لفريق العمل المتطوعين بضمن لجنة البيئة ببلدية دير الزهراني نحن أطلقنا اسم على المشروع هو بيئتي هويتي نعم يعني هيدا كله حكي يسمعنيه كتير قبل صحيح وهيدا الحكي يسمعنيه من بلديات جربوا ولكن يمكن العالم ما تجاوبت لأنها مش معودي يمكن صار في عقبات أخرى يمكن يقسوا استسلموا ولكن انتو اشتغلتوا الموضوع بالعكس هيدا اللي بدأ نشرحه للعالم أول شي كيف قدرتوا تقنعوا العالم تفرز ببيوته وكيف قدرتوا يعني أو بتقدروا تقفروا إذا فيه غش بالكيس أو لا نحن لوصلنا لهون اشتغلنا على أمور كتير يعني موضوع الفرز من المصدر هو كلمة واسعة جدا متل ما حضرتك تفضلت وقلت أنه سمعنا كتير من هيدا الكلام بلكن العبرة بالتنفيذ نعم نحن عام 2016 لما بدأت أزمة النفايات بلبنان منطقة النباطية كانت واحدة من المناطق اللي تعرضت لهيدا الأزمات بالتزامن مع الأزمة اللي حصلت ببيروت فبعد اقفال مكاب الكفور ذاقع الصيد عنا بمحافظة النباطية تكدست النفايات بالشوارع نعم صدنا أمام أزمة جدا كبيرة هيدا الأزمة يعني نحن كبلدية بيدار الزهراني منحطينا قدام هالمسئولية لحل هذه الإشكالية يعني سبعة أيام تكدس نفايات في الطرقات يعني مشكلة كبيرة طبعا اشتغلنا على هيدا الموضوع واشتغلنا على فكرة أنه المنزل هو يدير نفاياته بنفسه نعم يعني شلنا فكرة أنه جار يحط نفاياته قدام جار نعم شلنا فكرة أنه حي فيه مستوعبات والجميع السكان بيحطوا بهيدا الحي نعم شلنا فكرة هيدا يعني المناظر اللي هي مؤذية للعين اشتغلنا على فكرة أنه كل المنزل يكون عنده مستوعبه استبدلنا جميع المستوعبات الحديدية المفتوحة بمستوعبات بلاستيكية مقفلة صار كل المنزل عندنا بيدار الزهراني عنده مستوعبه الخاص يعني الرقابة بتصير عكي البيت ببيته بالزبط هون نحنا انطلقنا بهيدا الموضوع خلقنا شعور يعادة وصل ما بين المواطن والبلدية يعني هيدا الشعور بهيدا النظافة الموجودة خلقت روح من التعاون ما بين المواطن والبلدية خلينا نشرحها بشكل مظبوط يعني العالم يفهم علينا شو عم نحكي انت اذا في بناية نعم قداما في مستوعب واحد لهالبناية لا كل البيت له مستوعب كل البيت له مستوعب مستوعب الخاص تبالكي انا جيت حطيت بمستوعب جاري هلا مش ستتوصل يعني اليوم لما في عندك بناية ست لا لا انا بدي روحها من الاخر لانه في عالم لانه هل قد بالعالم ما بتتعاون صحيح 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 بس نحن يعني وجهنا العالم نعم انه كل وحدة سكنية الى مستوعب الخاص نعم هيدا الارتياح اللي خلقناه بضمن المجتمعنا ساعدنا فيما بعد على المضيق ضمن بالفرز من المصدر لانه الفرز من المصدر هو كلمة مثل ما قلتلك واسعة جدا نعم ولكن تطبيقة وآلية تنفيذة صعب طيب يمكن الغش غير مقصود ولكن على غير يعني انا واحد مش معود على الموضوع ممكن يخربت بالكيس اللي عنده انت حضيت جائزة مكافأة لكل كيس بنقاط معينة وهدايا معينة بس ما نشرحها شوي وكيف ممكن تؤفر الغش بداخل الكيس نحن بعد ما انتهينا من هيدا الموضوع بس لحتى يكون نكون واضحين للمشاهد نعم لما انتهينا من موضوع المستوعبات اللي هي قدام كل الوحدة سكنية انطلقنا الى فكرة الفرز من المصدر والفرز هو اعطاءه مستوعب خاص لداخل البيت غير المستوعب اللي موجود بالخارج نعم المستوعب الموجود بالخارج هو للعوادم والنفايات العضوية نعم اما المستوعب الموجود بالداخل المنزل فهو بيكون للنفايات الصلبة تحديدا الكارتون البلاستيك الالامينيوم الزجاج التنك وما الى ذلك نعم الفكرة اللي عم تحكي عنا اكيد انه ممكن اليوم اي شخص يجي مثل عم تقولي زعبر يعني مثلا يحط لك نفايات عضوية او ينسى اليوم اشتغلنا على موضوع انه كل كيس فيه على كود سيريال نمبر خاصوا بهذا البيت خاصوا بهذا البيت يعني انا لما الشباب بيعملوا جمع للنفايات المفروزة كل كيس فيه على كود انا بعرف هيدا الكيس من اي منزل واصل لعنها فهون يعني اول مرة بيكون فيه انذار لا اللي حط هاي الفكرة يعني شخص عجد حربو الفكرة هي بس انه نساعد بالموضوع مش مش يعني انه نحنا نرائب او لا نحنا الفكرة هي انه انا اليوم اي اشكالية صير بعملية الفرز من بيصير فيه تنبيه او توضيح لست البيت هي بانيكو لعنب اما نقتل النطور طبعا والكيس المزبوط اللي الواحد صار اذا فيه عم تقول في عليا نقاط يبسير واحد يعمل نفايات زيادة ويعب كياس اكتر لا نحنا اشتغلنا بس كمان لم يكن واضحين للمشاهدين نعم لما انطلقنا انطلقنا بفكرة تقليص انتاج النفايات نعم يعني لحظة اللي نحنا بالمرحل الاولى بعد تكدس النفايات وادارتنا لازمة النفايات انتقلنا الى فكرة معاينة سنشرحها بندواتنا اللي هي تقليص انتاج النفايات يعني دار الزهراني مثلا تنتج اليوم خمسة عشر طن من النفايات يوميا نعم العمل اللي اشتغلنا عليه نوعي العالم انه اليوم ما بقى ننتج نفايات بالقدر اللي هو يعني مفترض نحنا نقلل من انتاج نفاياتنا لانه نحنا شايفان البلد يعني شفنا هالاسبوع اللي مرح شفنا مبرح شو صار بالبلد هايدي بالنهاية نفاياتنا لازم يكون في عنا وعي وادراك انه هايدي النفايات نحنا لازم نكون حارسين على عدم انتاجها انا لفتني من اسبوعين بوزارة البيئة الاردنية اطلقوا مشروع عنوانه الاردن بيتك نعم طيب الاردن بيتك كانت الفكرة انه متل ما انت بتكون انضف ببيتك لازم يكون بشارعك ببلدك بحيك فاديه حلوة نحنا اليوم يكون في عنا هيك اطلق مشروع لبنان بلدك لبنان بيتك يعني اليوم لما نحنا انا اليوم مواطن من دير الزهراني وصلت على سن الفيل وصلت على بيروت اذا شفت اي عبوة بلاستيك على الشارع انا بيكون عندي انتماء لهيدا البلد انتماء لهيدا الوطن اني شيل هيدا العبوة حطها بالمكان المخصص ما امرق عنا مرور الكرام لانه انا مش من الوطن هذا موضوع كتير حلو نشتغل عليه موضوع الحافز اشتغلنا عليه جدا اليوم في عنا حوافز اكتر من هيك بكتير نحنا اطلقنا المقولة كل 25 كيس نيلون بيطلع لك بمقابلة كيلو بنادورة او كيلو خيار يعني اليوم بهيدا المؤسسات اللي عم تتعاون معنا يوميا فوق الخمسين حالي عم تجي تبدل يعني متل مكافأة هي مكافأة نفسه حتى يشجع نفسه يعني متكب جمع معنا قدها هي كتير سهلة نعم كتير سهلة الامور اليوم شارعنا مليء بالنفايات نعم منشوف وما كنا بلبنان هيدا شارع عم يكون مليء بالنفايات نحنا عم نوجه صرخطنا لكل العالم يعني اليوم المانيا النفايات هي عملت مننا ثروات صحيح نحنا النفايات ببلدنا هي أزمة فيها 6 ميزانيات هي أزمة هي أزمة اليوم النفايات ببلدنا ما بعرف قدها نحنا رح نكون نحنا نقعد كل المشاهدين أنه ببلدية دار الزهراني ما رح نتراجع عن هذا المشروع ما في عنا ملل نعم نحنا عم نشوف صور هلأ عم يبرؤون من الحملات اللي صارت عندكم بدار الزهراني بس أنا قسم بدي أعرف أنه حكينا عن طريقة يعني أنا حبيت كتير الموضوع أنه الطريقة اللي قناعتوا فيها العالم واللي هل قد قربتم العالم وخليتكم في صدق بالموضوع ونجحتوا فيها أنا زكية الفكرة جدا بس كيف تكمل يعني من بعد ما تفرز وين عم تروح النفايات بس بدي أعطي هذه الصورة اللي حكينا عنها اللي متعلقة بموضوع كل 25 كيس نايلو كيلو بنادورة أو كيلو خيار الصورة اللي مرأت قبل موضوع كيس لقماش موضوع كمان كيس لقماش اشتغلنا عليه بشكل كتير حلو كتير كبير اللي هو بالسوبر ماركت بكيس لقماش اليوم كمان الجمعية التعاونية بدير الزهراني كمان مساعدتنا بهيدا الموضوع رح تحطي نقاط على اللي بيستعمل كيس لقماش يعني الشخص اللي بيستعمل كيس لقماش بيطلع له نقاط رحنا كمان لأبعد من دير الزهراني كبيئتي هويتي حطينا عروضات انه كل 100 عبوة بلاستيك مع 25 كيس بيطلع لك دعوات مجانية لغدا لعشا تعرف اسهل واحد يستعمل كيس لقماش يعني بيسعى بيته بيته وغراده موجودين بهالكيس بيشيلون بيرتبون بيغسلون وبحطون كين خضراء المشكلة انهم يعني معظمنا اللي سفر لبرة عم بيعيش هيدا التجربة وعم بيشوفها بيجي على لبنان تتغير الأمور معهم مباشرة بكل دول أوروبا يونان أبرز كله بتشتري كيس إذا بك حط فيه بس 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 فيه شغلة أنا هون بدي ناشط فيها هو موضوع تعاون الدولي يعني اليوم بأوروبا اليوم كيس النيلون اللي عم تحكي عنه حقه ومساره نعم نفترض نحن بلبنان يصير كيس النيلون حقه ومساره اليوم لما بيصير كيس النيلون حقه 250 ليرة انت بس تفتح على السوبر ماركت تحسب حسين تح تضرب أخماس بأسداس كم كيس نيلون بدك تجيب فهون هون من ساعده يعني ما هو أصلاً عم يخده حقه بس ولكن بشكل مغطى يخده وعلاً أحسن يخده بالزبط يعني يصير عنده يعني هامش للمواطن يرجع يروح يسترجع هالمبلغ هيدا يرجع يسترجعهم بطريقة الشغل بس في لبنانية كتير بيستعملوا كيس السوبر ماركت كاسبالي يعني بس يمكن هو ريال صحي 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 نحنا اليوم نحنا كبيئة هوية عم ندعي العالم لأمور كتيري أهم بما يتعلق بأكياس النيلون منكبة عم نشوف اللي صار ببيروتنبير عم نشوف مجير الأنهار عم نشوف البحار يعني شواطئ البحر عم نشوف طرقاتنا مليئة بالبلاستيك والنيلون نحنا كبلدية بدير الزهراني حتى كنا نحكي عن موضوع الفرز وين من الروح نحنا عنا هنجار بنجمع فيه هيدا النفايات المفروزة وما بتصدق قد فيه تنافس بين الشركات اللي برا تشترمينا هيدا النفايات المفروزة لأنها مفروزة بشكل صحيح لأنه عم يكون عندك البلاستيك لحال وفيه أسعار يعني فيه عندكم؟ يعني المدخول مبلش لأنه نحنا تدريجيا هلأ عم نزيد عدد اللي عم يفرزوا معنا من المصدر بشكل أنه خلال ثلاث سنوات الأدمين يعني مع بداية الانتخابات البلدية الأدمية بالـ 2022 دير الزهراني بأكمله رح تكون عم تفرز من المصدر بتكون تضلوا أنتو بس هاتشغلوا يا أخي لا بالنهاية بالنهاية هيدا العمل هو استمراري المهم وضعنا نحنا عم بمزح صحيح وضعنا الكتار على السك الصحيح نعم ونحنا كلنا بإذن الله مؤمنين أنه هيدا البلد يعني اللي عم نشتغلوا لهيدا البلد بيضل غياب الدولة ووزاراتها ببعض الأحيان طبق المبادرات الفردية هي المبادرات السيد قاسم كل شي بده تشجيع هيدا أهم شيء وإنتو اشتغلتوا على هالطريقة ونجحتوا فيها الحافظ جدا مهم شو تغير بمنطقة دير الزهراني ما قبل وبعد الفرز بيئيا طبيعيا نحنا التغير بلش عنا مثل ما حكيتك بالأول من بعد ما صار في عملية استبدال المستوعبات الحديدية يعني اليوم أنت لما بتستبدل مستوعب حديدي مكشوف مليء بالنفايات بمستوعب بلاستيكي مغطى مع القوارد الحشرات كل هيدا الأمور يعني أنضف ما بتشوفها يعني قليل ما بقى تشوف كلب قط يعني أي شيء هيدا الأمور ما بقى تشوفها أبدا تغير المشهد كليا بما يتعلق بالفرز اليوم نحنا حوالي اليوم هلأ عنا 300 بيت اللي عما يفرزوه 300 بيت يعني متوقع لآخر هيدا الشهر يكون في عنا طون ونص من النفايات الصلبي الذي يعاد تدويره يعني اليوم إذا أنا بنتج 15 طون كنت بدير الزهراني كانوا يروحوا للطمر نعم اليوم نزلنا لـ 13 طون تب غير صلبي والنفايات العضوية شو بصير فيها بتتحول إلى سماد؟ لك موضوع النفايات العضوية بده شوية بده شوية دراسة أكتر نحنا حاولنا تواصلنا مع عدة شركات أوروبية لنجيب القومبوستر اللي هو بيحول النفايات العضوية إلى سماد شوية أسعاره غالية نعم يعني عما ندعي نشوف كل حي كل حي عم بيكون في عنا عنده مزرعة دجاج أو إنه دجاج صغير عم ندعي كل البيوت يستفيدوا من الموضوع واللي ما عنده اللي عنده قطعة أرض صغيرة بيقدر يعمل حفرة خمسين بخمسين ويحط بقلبه النفايات العضوية قاد عرب على الإنستغرام موضوعنا اليوم بسوشيال ميديا مع علي نحن نعرف صباح الخير صباح النوش كان أخذ التويتر أغلب القادة العربية منهم يعني دولة الرئيس سعد الحريري بقام وغيره تويتر بعضهم بس حتى للمعاضية هيك السياسية للتصريحات للرد على بعض وكذا التعليقات على الإنستغرام ليش؟ على الإنستغرام أكتر عم تكون هيك طيعته صورة حلوية عن حال كمان من زمان يعني كمان دولة الرئيس على الإنستغرام كمان مثلا دكتور سامير جعجال كمان فخامة رئيس الجمهورية ما بعرف حدا عنه طبعا من البيتش كمان أكيد في كثير منهم على الإنستغرام هلا اليوم هنركز على الأشخاص يلي هنجد أكتف مش بس عندهم أكاونت على الإنستغرام نعم والأشخاص يلي عم يكون فيه شوية محتوى مميز على الإنستغرام بس قبل خبرنا لليوم فيسبوك ميسنجر سار في عنده خاصية أنه نعمل أن نسند للمسج اللي رح نبعتنا إذا ما نشاف مش بس إذا ما نشاف ضمن عشر دقايق بس ضمن عشر دقايق فينا نجح نشاف لو نشاف؟ كيف تسحبه؟ حب ديليت؟ تكبوس عليه حب ديليت؟ تكبوس عليه هيكون فيه شي اسمه ديليت فور افريون ورح نقدر نشيل هايدي المسج بس بعد عشر دقايق خلاص موجودة على الواتساب بس الواتساب إذا ما نشاف؟ الواتساب لا حتى إذا نشاف منقدر نقدر نشيله بس إن الصورة إذا عملها داونلود ما بقى فيه انشلت بس موجودة بعدها لا إذا الصورة نعملها داونلود ما منقدر نشيلها بس ميسج بيبين إنه كان فيه ميسج هون وإنشالت أو كمين هلأ صار فيك تعمل مرة تانية ديليت ببطل مبين؟ هاي بعد أنا ما وصلت لي شافت أنا رفيدك أنا رفيدك يعني بقوله في مثل فرنسي وبيقول انظر ميران موانبت أجردوية نا بعرف فرنسي فما عرفنا له هيدا المسأل شو هو؟ إشاعة تانية بتقول إنه تويتر راح قريبا بوقت من الأوقات ممكن تسمح لنا إنه نعمل أدت للتويت طبيعيتنا اليوم نحن إذا حطينا تويت ما فينا نغير شو مكتوب فيها ما فينا نصلح أي حرف مثل ما هي بتنزل إشاعة اليوم الرئيس التنفيذي كان بمقابلة وقال ممكن قريبا سير فيكم تعملوا أدت للتويت فهو اللي كانوا خبريتين عم يتداولوا بعالم السوشيال ميديا نرجع لموضوعنا يلي هو قادة عرب واليوم عم نحكي عن رويلتيز يعني أكتر شيء يعني قادة عن جد بمستوى عالي جدا على إنستجرام ونقيت خمس حسابات فعالي جدا نروح عليها وبكل حساب هنشوف أكتر صورة كان عندها لايكس وأكتر صورة كان عليها كومنت هايك نجرب نشوف الناس شو عم تحب تعرف عن هول الأشخاص أول شي مين القادة العرب الموجودين هيك شوي منهم يلا هنمروا عليهم عملنا مثل طب فايف بس ما ننطب بأي أشعجيك طب فايف راندوم أوكي أوكي نحن دايما بنعرف إنه السيليبريتيز هن اللي على إنستجرام والقادة أكتر يعني بيتركوا حياتهم ما كتير بنعرف عنهم ما كتير بنعرف عن حياتهم الخاصة ومنعرف عن اهتماماتهم فاليوم السوشيال ميديا عم تعطينا هذا المجال إنه نشوف واجه آخر للقادة وخصوصا للرويلتيز يعني الناس اللي هي بالأمرة والملوك اللي ما كتير نحنا بنعرف طبيعة حياتهم حنبلش بشيخ حمدان بن محمد المكتوم هو ابن حاكم دبي شيخ حمدان هو أصغر شخص على هذه الليحة عمره 36 سنة فبطبيعة الحال هو أكتر شخص أكتف لأنه يعني الإنستجرام هو للأشخاص اللي حياته صاخبة أكتر كمان بكل مجالات حياته صاخبة جدا فرح نشوف إنه الأول شي عنده أكتر من ألفين صورة على الإنستجرام طبعه نعم 6.6 مليون فولوور وهو عامل فولوينج ل 144 شخص أز أوف يعني مبارح نعم أغلبهم شخصيات إماراتية وشخصيات عربية كمان رويلتيز وعنده تقريبا 1500 فولوور بنهار بزيدوا بزيدوا المميز بالحسابه تحديدا مقارنة بالحسابات التانية إنه عم يفرجينا عن هواياته وعنده هيك بحب كتير الأكستريم سبورتز وفي كتير حيوانات يعني عنده سقور عنده جمال حصنة فمنشوف هيك شوي هيدا الجزء من حياته في كتير صور تحت الماء بحب الغوص وهو الشخص الوحيد لا، في شخصين بهاي اللي عنده هيك بايوغرفي أو البروفايل تابعه خاص منه مش بس حاطت إنه هو مين فكاتب بالإنجليزي Every picture has a story and every story has a moment that I would like to share with you وعم يقول إنه كل قصة هون هي قصة إلى قصة وأنا مثل إنه عبالي شارك هيدا الشي معكم فحاطت هيك بايوغرفي شوي شخصية بس أنا إذا بتحكي فيها يعني هيك بالعلم النفس إنه هيدا تقرب من العالم هيدا هيدا مهمة لوحد يتقرب به طريق هيدا حتى لو كنت رويل ولو كنت بغير عالم عايش عن العالم عن الشعب بس شعب بحاج يعرف عنك ودقرب منك بحط كتير personal فكرة زكية جدا منه يعني هو أكتر شخص بهيدا الليست وكمان بحكم عمرو بحط قصص كتير personal عن حياته الخاصة وعنده كتير videos يعني تقريبا فيديو يعني كل post مرة فيديو مرة لا تقريبا وحنشوف أول صورة أكتر صورة عليها لايك سوي صورة لإله مع والده بالسيارة عميعية سيارة في جرأة للجمهور تابعه وأكتر صورة عليها كومنت وفيديو لإله مع أحد أحصنته بأعتقد مظبوط يعني كان عنده ولادة جديدة لأحصان فهيدي كان أكتر صورة عليها كومنت هايدي بده جرأة يعني ما يكون فيه privacy هالقد مفتوحة للعالم والعالم هالقد تكون عم تتجاوب مع صفحته يعني كمان هايدي جرأة منه أنه يكون عنده 6.6 مليون فولور مليون فولور نعم وكمان كتير اكتف بالستوريز عنده كتير ستوريز دايما عنده حطه نعم هنمتقل ما هنبعد كتير والده اللي هو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي يعني فينا نقول هو من أكتر الشخصيات الهيك اللي عندها شعبية على السوشل ميديا بشكل عام وعالميا نعم عالميا مش بس يعني اليوم إذا نحن نروح نشوف السوشل ميديا تابعه وتحديدا الإنستجرام الناس من كل العالم عم يتفاعلوا معه عنده 1100 صورة 3.4 مليون فولور تقريبا بنص العدد اللي عند ابنه نعم وعمل فولوينج لأربعين أكاونت فقط وأغلبهم هن شخصيات كمان من دبي والإمارات نعم 1700 فولور بالنهار عم يزيدوا عنده أنا على عشر سنين تقريبا حضرت الرئيس اللي بيعملوه في دبي للأحصنة وكمان مرة ساحلي انه اطرح عليه سؤال بالنسبة له وتكنه كمان بطل العالم هو عطول بطل العالم بتصور بي بالنسبة له سباقات الأحصنة نعم فهون أغلب المحتوى عم يكون محتوى المحتوى مدروس بشكل أكبر بحكم مكانه كحاكم دبي ليس كثير برسونال بس في بوست شخصية من الوقت للتاني هو كثير مشهور بالبوست الإنسپيريشنال أو البوست اللي ساعدني فيها الكلمة هيك المحفزة أو اللصص اللي هيك بتشجع العالم هيك مشهور فيون أكتر صورة لإلو عليا لايكس هو صورة لإلو لابنته ونحن نشوف شي عم يتكرر اللي هو الصور العائلية عم تكون هي أكتر شي عليها لايكس صورة لإلو لابنته أكتر صورة عليها كومنتس هو صورة مش شخصية وإنما رسالة حتى بوقت كان فيه فيضانات بالهند فكان عم يوجه رسالة تعازي لكل المتضررين فهذه كان فيه كتير تفاعل على هذه الصورة من ناحية الكومنتس أكتر من اللايس يعني هون ناحية الإنسانية أكيد رح ننتقل تالت أكاونت للملكة رانيا ملكة الأردن هون عم نشوف عنها 970 بوست لحدها لا تسعين وسبعين صورة حوالي الخمسة مليون فولور هون عم تعمل فولو لحسابين فقط نعم مين أولاك؟ الملك أكيد لا ابنة أول حساب لا لابنة الأمير الحسين بن عبد الله وحساب تاني شي خاصه بالدولة الأردنية للديوان الملكة سينج الملك ما عنده إنستغرام وهي تاني شخص على هايدي الليست حتى شخص شخصية بأنه أم وزوجي مع وظيفة كتير مهضومة نعم جريب أصلا هي محبوبة كتير الملكة رانيا من كل العالم معظم صورة عم تكون صور مصورة لإله ما كتير عندها فعالية أو اكتفتي شخصية يعني ما عم تشوف كتير سيلفيز أو صور هي مصورتها نعم يعني حساب كمان بروموشنل بشكل كبير تيفرجينا فعالياتها تيفرجينا شو عم تعمل بي حياتها اليومية من نشاطات وكل يوم يعني هي من أكتر الأشخاص اللي عم يزيد عندهم فولوورز بنهار حوالي 2500 فولوور كل يوم عم يزيدوا على حساب تبعه نعم هون منشوف أكتر صورة عليا لايكس عندها هي صورة لإله مع الملك هايدي أكتر صورة حطوها وكمان كانت بيعيد الزواج تبعون هاي ساواليكس عندها أكتر شي لايكس وأكتر صورة عليا كومنت هي صورة لإله مع بنتين لإله نعم هون تعم نشوف بناتا يعني بناتا 100% نعم هون عم نشوف أكتر شي كومنت كانان على هيدا الصورة اكتر صار في تفاعل على هيدا الصورة مع بناتا هنتقل لأميرة موزا بنت ناصر نعم الشيخة موزا بنت ناصر هي زوجة أمير قطر السابق نعم وهلأ هو ابنه هو الأمير نعم هون عم نشوف يعني حساب منه كتير فعال ب600 بوست ولكن فيه اكتفتي كتير كتير عم تحطط هبار فدي عندها فولوورز لأنه هي كتير اكتف كتير عندها حوالي نصف مليون فولوور وكمان عم تعمل فولوين بس لعشر أشخاص معظمهم من العائل الحاكمين شي كاموزا معروفة قد تشتغل بجد وكده قداش هلأ عم تحضر كمان المونديال القريب واشتغلت على الموضوع بشكل كتير اكيد اكيد نعم عندها 350 فولوور بنهار عم يزيده وكمان معظم صورة عم يكونوا بروفاشنال صور مأخوذة لألة بتغطي فعالياتها اليومية وهون اكتر صورة عليها تفاعل من ناحية اللايكس ومن ناحية الكومنت هي صورة واحدة تشاركت بهول الـ Two Titles إذا بدك هي مع الأمير قطر السابق نعم هذه كانت أكتر صورة عليها تفاعل من الجمهور بس ليش ما في حدا لبناني هلأ هنوصل تركناها هيك مسك الختام للشيخ سعد الحريري نعم يعني من أكتر الحسابات المميز لي لأنه من أكتر الحسابات شوي فيها بـ Personal Touch صحيح في كتير وأكتر حسابي عليه سيلفيز مثل ما هو على الأرض يعني أكتر حساب عليه سيلفيز من كل الحسابات اللي عنا إياهن عليه أكتر من 1500 بوست يعني من أكتر كمان الحسابات الفعالة بشكل يومي 200 ألف فولوور ما كتير في فولوورز بس اللي بيميز أنه في عنا كتير فعالية من الفولوورز اللي هني معظمهم أكيد من اللبنانيين من اللبنانيين يمكن في عالم ماك ما عنده علم بوجود الأكاونت يمكن بده ماركتنج أكتر بقى هون منحط اللوم بوست ايه لأنه بنعرف إنه كتير بيهتم فيه بشكل شخصي نعم عام الفولو ل53 شخص شخصيات مشهورة فرق رياضية إذا حابين نعرف مين بيشجع في ما نفوته ونشوف من الفولوورز بس هو أكتر أكتف على البعض ومنقول على تويتر اللي عنده فولوورز كتير على تويتر بشكل مش عادي لأنه هو كان البداية متل ما بيقوله فمتل ما قلنا هون الحساب الأكتر سلفي أكتر شي سلفيز رح نشوف أكتر صورة عليها لايكس هي سلفي مع تلميذ كان عم يقابلهم بمدرسة وأكتر صورة عليها كومنت وتفاعل من الأشخاص هي صورة لإله مع الشهيد رفيق الحريري حتى صورة قديمة لإله وكان عليها أكتر من يعني عشرات الألاف من الكومنت اللي تفاعلوا مع الناس فهذه كانت توب فايف إذا بدنا بشكل هيك شوائي حسابات لقادة عرب فينا نتابعهم ونشوف حياتهم اليومية إذا حابين نعرف كيف يعيشهم هنخطم بنصيحة سريعة اليوم ما خصة بكل شي يحكينا فيه هننقول لكيف نطول عمر البطارية طبعيتنا نعمل ديس ايبل للنوتيفكيشنز على الأبليكيشنز اوكي طبعا 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 فيسبوك انستجرام تويتر تعرف كلمات تجي نوتيفيكيشنز بيكون عم يصرف بطارية فإذا عملون حبق لك أنه أنا أنا بعرفها مش عارفة وحن بزيد عمر البطارية بس ما حدا بيعملها بتصورة أنا ما كتير بعملها يعني هلأ صارت ديرجي قصة الأكسترات شارج أولا السوبر تشارج السوبر تشارج تانكيو لقالك علي مشوفك سبتجين على رد وبدو عجي كتير حلو الحلقة نحن بيكون مكملين على مصباح بريكم نرجع لنتابع سوشيال ميديا أنتو شو كتبتوك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ضروري الانسان يحب حاله لا يستمر ضروري الانسان يحب حاله لا يكون ايجابي ضروري الانسان ما يظلم حاله مع اللي ظالمه بالعكس يوقف بوجه اللي ظالمه حتى يقدر يحب حاله ويستمر وينقلها الاجابية والحب للاخرين لانه ما فينا نحب غيرنا اذا ما كنا مبلشين بحب انفسنا لازم نعيش الخيال لو ما كمانه واقعي لانه هيدا الخيال مرحلة حلوة وصورة حلوة بتبقى عنا واذا صدقناها ممكن تتحقق مع الوقت لازم تعرف بيوم من الايام انه انت لقت عامور سخيفة وحزنت بس حزنك اللي حزنته ما كان له طعمة لانه الامور كانت تتنحل من دون ما تفوت فيها بعمق بالتفكير تمرق عليها بدون تفكير وكل مصيبة بتكون كبيرة وبتصغر مت ما بقوله عمول لحالك يوم حلو دايما وما تنطر هاليوم الحلو يجي من غيرك لانه انت فيك تصنع ساعاتك الشخصية صدقوني ما تنهزموا ابدا خلوا الاستمرارية وخلوا الشغف وخلوا الاندفاع وخلوا كل هالأمور يلي بتقويكم والإيجابية موجودين بحياتكن انتو الوحادين اللي قادرين وما تقولولي ما عم نقدر ما تقولولي عم نفشل ما فيش اسمه فشل فيش اسمه درس جديد لحياتنا منقدر نتعلم وننطلق على السلم من اول وجديد طبعا قرروا انه تخليوا الحظ يلعب بحياتكن دوره لانه الحظ هو دور كتير كبير وما تنسوا انه ربنا رسملكم خطة بحياتكن بتنسبكن لقالكن ما كتير تتحدوا بطريقة سلبية تحدوا بطريقة إيجابية وساعدوا مدوا يد العون لحالكن ولغيركم بس تحسوا انه بحاجة لإيد دافية تدفيكن اذا ما في حدا حولكن ممكن توسقوا بهالإيد فيه فيكن تمدوا إيد اليمين على الشمال أو شمال على اليمين وتمسكوا يديكم ببعض والقوة بتكون مش غلط كبير كتير فإذا حب الزيت مش أنانية ولكن أهمية لألنا وأهمية كبيرة كتار جوابوني عن حب الزيت وسيم أو داد بغداد يا مكتوب واب الأول صباحه جو يشير خبراء إلى أن حب الزيت واحترامه بيعتبروا من العوامل الرئيسية بتكوين شخصية سوية ومؤثرة ونشحة اجتماعيا وعمليا برافو إلى أنهم بأكدوا أن الأفراد بذلك والمبالغة بتأدير الديد كاد يؤديان إلى الأنانية مظبوط التي تأتي بنتيجة عكسية على حياة الفرد يعني حب الذات وحب النفس الإيمان بالقدرات الداخلية أهم شيء وتأدير أهمية الإنسان ويعطيها النوع من الحب الإنسان الشعور بالصحة النفسية ويجب أن يحب كل إنسان نفسه لكي يمنح نفسه الطاقة اللازمة والإيجابية لحب الآخرين وحب العالم المحيط به هناك أسليب تمكن الإنسان من حب نفسه سلام للشاف مظبوط يا مسيو بغدادي أو مدام بغدادي رودي جيمي سعد صباحك سعيد نحال صباح النور حب الذات هو كيان الإنسان بس ما يكون أناني أو نرجسي أكيد أو لازم نحب نفسنا حتى نقدر نعطيها مساحتها من الوجود وإذا حبينا غيرنا أكيد الكل رح يحبنا حب الذات هو تصالح مع حالنا سعيد نحال من الجزائر وتحيي للجزائر من العنيزية صباحه جوزيف بحب حالي وأجد واجد يعني كويس بس مرات بتعصب منه لأنه بتأزيني كتير كل تحياتي صديقة برنامج عالم الصباح من بنغازي وتحياتنا لليبيا لولك سبب في جماعة كرهوني لحب أشكاله ما تيقسي دايما في حب جديد وفي خطوة جديدة وفي مرحلة جديدة نادية محمد صباح الحب للحب ذات حب ذات بكوني شخصيتي رح تكون شخصية إيجابية وإنت جوزيف دايما بتقول كونوا إيجابيين أنا لما بشوفك بحس بالإيجابية يومي بيكون مليء بالفرح تانكيو يا نادية على هالكلام الحلو وأنا كمان هلأ أعطيتيني الإيجابية بهالجملة الإلتية ريتا وحين تشرق الشامس تزيدنا دفء وأمل صباحك ورد وفل يا أنقى صباحاتي أستند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتاً استند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتاً بهذا الكون فعب الفعل فلا أحد سيشعر بك أكثر من ذاتك فأنك تستطيع وتستحق الأفضل لقلبك السعادة تانكيو عهل جملة ومظبوط اللي إلتية 100% لولو عاصي صباحة في الجوزاف بحاول أحب حالي ومرات بزعل من حالي بعاود بحاول أرجع لروحي الحلوة زي أول وحبة وهيدا اللي بحاول أتخطى بهالأيام برافو يا لولو لو جينا ترابلسي صباحة جوزاف كتير بحب حالي مش غلط بس قلتلك ما نوصل للنرجاسية والأنانية أما الحمصي نحاس صباحة الخير كلامك جميل يدعو للتفاؤل من أول نهار لازم جرب حب حالي مش تجربه وتأكده أنك تحب حالي بتكون هادي ريزولوشن الجديدي لألفين وتسعة عشر أمل أغا يسعد صباحك جوزاف كلامك ونصايحك كتير بحبهم بالنسبة لحب الزات ما في إنسان ما بحب حاله بس أوقات من نجبر نضحي بكل شي كرميل غيرنا مش غلط نضحي أصلا بس تحبوا حالكم راح توصلوا لهالمرحلة إنكم تضحوا كرميل غيركم فلاور انجينير أكيد لازم لوحد يحب ذاته والمود يكون حلو ويحب الآخرين لأنه حب الآخرين نابع من حب الزات صحيح لأي نعمان أنت بتحكي مع الشفكة أنك عم تحاكمه لا وإذا ما عجبك جوابه وبتمسح في الأرض على أساس مزحه أكيد هيدا مزح كله والشف صديقي دايما يا لؤي مجد أبو حالة صباحك خيرات جوزيف لازم نحب حالنا لأن نحب كل شي بحياتنا مزبوط منكمل ريتا دغليان كتير زعلين لؤي نعمان لأنه عم بحكي مع الشفة طريقة الشف صديقي يا لؤي ما تزعل مبادة هالقدة يا صديقي ريتا صباح أنه جوزيف كلامك كتير علمية اللي ما بيقدر يحب حاله ومستحلح بغيره آخر كومنت رحقراء سلام مصلح حب الذات بيعطي طاقة إيجابية خاصة من بعد ما نكون تقدمنا أكتر الأحسن لازم نحب حالنا بدون ما نتعدى على مصالح غيرنا بهتم بحالة النفسية والفكرية كون أوعى وأكتر ثقافي بالأمور اللي بتعنيلي بالحياة واللي بعيشة يوميا بحاول تظلم سيطرة على انفعالاتي وتصرفاتي بحمي ذاتي سلوكيا بأسلوبة بالتعامل مع عائلتي ومع الغير حسب كل شخص وعلاقتي فيه أو حسب نفسيته بحب حالي حتى أقدر أعطي الحب لطفلي وعائلتي وكل اللي بيحبوني وبيقدروني تانكيو لكل اللي تواصلوا معي طبعا أهم شيء أنه تكون وصلت المسج ورسالة اللي أنا بدي وصلها حبوا حالكم مش غلط أبدا لا تقدروا تحبوا غيركم ولا تقدروا تنجحوا أكتر توصلوا للهدف اللي أنتوا بدكن توصلوا له مع سارة ونكمل الوصفات ورشد ملح ورجعنا رح نبلش هلأ بوصفة القاتو الجلوتين فري كيك هو كلي عن لوز منجيبه فيها نجيب طحينا اللوز خالصة من السوبر ماركت وفينا نعمله بالبيت منستعمل اللوز اللي مش مقشور لحبة الكاملة الناي مش مملح مش محمص ولا أي اللوز اللي مش مقشور أو اللوز اللي بتكون مقصوصة بالنص ومقشورات ناينتهم بيزبطوا أوكي بنا نحطهم بالفوت بروسسر ونطحنهم وكل عاشر سوينة منوقف وبيملعة هيكي منحرقهم لحتى اللي الآن تحت هيكي كلهم يوصلهم دور وينطحنوا إيفن لإذا بدكن بس بدنا نوصل لوط رح ننتبه يعني ما نطحنهم كتير لأنه منكون عم نبلش نحولهم لزبط اللوز إحنا بدنا إياهن يصيروا هيكي نعميل من دون هيكي تشانكس شقف كبيرة هلأ شو بيصير مشان ما نوصل يصيروا زبدة في مرحلة بنا نوقف يعني القصة كلها بتاخدها شي دقيقة دقيقة طحن مع عشر سوينة كل عشر سوينة من نوقف بعدين بنا ننخلهم ننخلهم بيصير عنا هيدا الريزولتا يمكن شوية تاخد العملية شغل بس أول شوية تعملوا بالبيت بتكونوا أنتوا أكيدين من مصدر اللوز اللي جبتوه وتاني شي أرخص لحنا بليش عنا كباية انتوا خدوا المقادير عن الشاشة قطوه كتير خفيف بدنا ننخلط المواد الجافة لحالة لكن عنا اللوز عنا بيكينج سودا و عنا البيكينج باودر عنا شوية قرفة و شوية ملح ناعم ما نستعمل بيه الجاتو سي سولت ملح ناعم هولي هن المواد الجافة رح حطنا على جنب و بلش بالمواد السيلة يلي هن كناية عن أول شي البيتتان البيت هلا متل ما بتعرفو كتير مرات أنا بعمل نص الكمية لحتى نختصر الوقت بس هوي قطو ما بيرفخ هلا بتشوفو أنا عاملي واحد سبار نص الكمية صغير فيكن تعملوه يعني إذا دوبلتوا الكمية فيكن تقسموه بقلبين صغار وتعملون هيكي طبقتين أو إذا عملتوا الوصفة كاملة متل ما هي على الشاشة يعني 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 فيكن تقسموه بقلبين صغار نفس الإيس يعني بتحطوها بقالب شوية كبير شوفو عم بستعمل الشوكة بنا نخفو كتير منيح البيض أول شي لحتى ميدال عندي بياض بيض مفصول عن الصفر أوكي بيرجع عندي عسل أو ميبل سيروب إذا بدكم هلأ صار في كتير ناس بسمع كتير ناس بيعانوا من الحساسية على الجلوتين الجلوتين يعني هو موجود بكل شي مشتقات قمح ومشتقات القمح يمكن ريز حتى الريز مش مشتقات القمح بس الريز كمان بيتفادوا يكلوا الباستا الاشياء مطبوخة بالطحين العادي اللي مستعملوا عادة بالمطبخ فهيدا طحين اللوز هو بديل منيح اوكي عندي برشة حامض او فانيلا اكستراكت فيكم انا رح تحامض الفرن عندي او رادي حامي على او او انا عم بحضر البتنجان صينية البتنجان نحنا بدنا نحميل القطو على حرارة مية وسبعين درجة والقطو بالوصف اللي عم تشوفوه على الشاشة بياخد حوالة الاربعين دقيقة بس متل ما بقلكن عطول عطول عيروا تليفونكن على اذا بدكن 30 او 35 او من من وقتة تعيروا تليفونكن بلشو شايكو على القطو من الشيك بنصو كوردان أو أي يعني أنا ما بحبز السكين السكين شوي هيك بيزعلوا شكله منشك شي هيك رفيع مثل الكوردان مثل واحدة باستا طويلة لانجويني إذا طلع علي كيك بعده رطب معناه طبعا بده شوي توقيت بس أكيد وقتا منشيك عليه آخر خمس دقايق بدنا ندل حده يعني بدنا نفتح كل شوي ونشيك عليه لأنه في الحرارة ضغرية يعني فيه استوى بسواني هلأ ياري راح آملو راح ضيف المواد السيلة بعد عنا زيت الزيتون عنا كمان زيت الزيتون فيكم تستبدلوا زيت الزيتون بزيت كانولة أو زيت جوز الهند راح أضيف المواد السيلة على المواد الجافة وحركهم بس هيك بدي أقلبهم وراح تلاحظوا أنه الرزولتال الفينال هيك سيل هو هيك لازم يكون شفتوا كيف عم بحرك عم بقلبهم قلب ومن تحت لفوق هيك بنفس الوقت بكون عطيتوا هيك هوا لحتى الرزولتال الفينال ما يكون هيك ملبض على بعض وبنفس الوقت تكون عم بتأكد إنه ما في بقى شي من تحت طحين أو أي شي من المواد الجافة على الآن ورا شفتوا قدة بسيط هلا هون عندي صينية اوكي تفتح بدي حط بكعبة شوية زبدة بدي اضهن شوية زبدة بكعبة راح حط بايكينج بايبر فيكن تقصوها على قد الباز طبع القلب اوكي وتحطوها بقلب الآلب بس هلا أنا ما قصيت عقد الآلب وملا بيبقى إنه نحضر الطوپنج طبع القاتو بيبقى إنه نحضر الطوپنج طبع القاتو بيبقى إنه نقدمه متل ما هو نخبطه مرتين ثلاثة لحتى ما يعمل لحتى نشيل كل البابل زالي فيه ونفوته على الفرن اوكي هلا بس لا يظهر سخن بدنا نسقي ضغره بال بدنا نسقي ضغره بال بدنا نسقي ضغره بصاص من عمله كينية عن عسل أول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا بيرجر سومو والكيك والبتنجين مع البرموزان او الجبن الموزاريلا ما بعرف اللي عملتها أبني ثلاثة وصفات لليوم مع سارا ونكملوا نسوي وأنا بنضم لها قلبا بعد دقائق قليدي والجانا على البريك مثل ما قلت لكم سقات اللي قلتوا بشوية حامض وعسل أو مابل سيروب المقادير على الأد تاخدوه عن السكرين من الريسيبي حطيتهم على الجاتو شفتوا قديش صغير وما بيرفخ هيدا نص الكانتيتية اللي عم تشوفوه على الشاشة الوصف اللي عم تشوفوه على الشاشة كمان ما رح يعني إذا نقاتوا قلب شوي كبير ما رح يطلع كتير سميك يعني هو لأنه كمان التحين اللي عم نستعمله والطريقة اللي عم نخبزه فيها بيعطي هيدا الرزولتات بالميكسر عندي حطيت هون كباية ويبين كريم كريم فراش رح أخفقها لحتى نزين الوج بهيدا الوقت فين عم بلش بالسموم رح أحمي المقلة أول شي أنا هوني عندي سمو فليات بلا الجلدي بلا الحسك بلا أي شي بدنا نقصهم على لح تقطيع هولي شفت هولي أصغر هوني رح قصهم إرجع أنا وإياكم هوني رح قصهم بعد بدهم شوي أوكي عندي بصل بدي أعمل خلطة خلطة سمو فينا نستعمل ونطحنهم على المكنة وفينا نقصهم بإيدنا أوكي هاي صار جاهزة كل يلي بدي أعملو هو إدهنن على القطور بس للاقي شي مناسب كم في الشي مختفة أوكي رح استعمل ملعة عادة عطول ولا أي شي بيكون أبستاكل عنا متل ما قتلكون أكيد بيتقدم القطور بلا ولا أي شي بس لحنا هيك بنا نقص نحلي بعد الزيادة وعب حط على الواج فراز وبلوبري فيكن تنقوا الفوكية اللي بتنسبكن ووالا أنا رح زدتن زدت وش لأني بستعجلة بس لأنه مراتة تصف صف هيكي مش كتير حلو ووالا 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 البلوبريز ان بتوين ووالا ووالا وطلع عبالي هلا هلا هيك خطرت عبالي شوي حط شوية عسل على الواج ووالا الكريم ما حطينا فيها سكر الكريم ما حطينا فيها سكر وورادي الجاتو منو سكري يعني حطيين كنتيتي صغيرة من ال ورح أبروشو شوية شوية حامض على الواج كمان وهيدا القطوف بيكون صار جاهز اوكي لكن انا رح انتقل لها الماي اللي ارجع لحتى كافي شغلي هوني السمو بيرجر السمو كمان هي شي كتير هاين متل ما قلتلكون انا هوني كتبلشت قص افرم السمو هلا هو اللي بدهم بعد تنعيم بنعمهم اوكي فرامة بصل على الجنب بس لا حزيدهم واخلطهم معهم وافرم بدي زيت بعد شغلة هي الكيبرز كمان بدي حطوا شوي نفرم اول شي القصص على الجنب بعدين من كافة فرم مع السمو فيكن تحطوا كمان مع الخلطة السمو كبيس خيار اذا ما توفر عندكن الكيبرز وكمان تفرموهم صغير بيعطي حمودة وملوحة طيبة وفلا راح اخلطهم وارجع افرموهم كل مساوا قدتلكم فيكن تعملو هاي دي ستاب بفوت بروسيسر واذا فيكن تتحكموا انو بدرجة نعومة السمو انو ما يكون كتير كتير نعم انو حالو يكون تشنكي شوي فيو شقف راح انقلن علاجات وزدلن هلا هاي فحمت حانو السمو الهون بدرجة نزيد ديجون متار ديجون حغير كفوفة لانو هلا بدرجة اشتغل بالخضرة بدرجة نزيد عنصر كتير مهم اللي هو الشبث الدل هيدا كتير طيب مع السمك ومع السمو ورح يعطي نكها كمان كتير طيبة لهيدي البورغر ورح العرق السميك منشيله نفرم شوي الدل و افضل و احلى و اطيب انو اذا منليقيه اخضر يعني هو كمان يلي منقله باللبنانة شومر وفرا لكن حطينا بصل حطينا بعد نحط شوية حامود ما نكتر كتير اوكي و بعد نحط متار ديجون بعد نحط بريد كرامز خبز يعني فيه يكون عنا خبز توست محمص او ساندويش منحمصه و منحمصه و من نطحنه كمية فينا نطحنه بالميكسر و بيضا اوكي حط ملح و رح حط شوية تشيلي فليكس شوية اوكي و رح اخلطهم هنجد اول مرة جربتها للبيرجر ثومو ما حطيتلا بيد قلت انا ما بدي حط بيد فشو صار بس حطيتها على النار و جيت بدي قلبها فرطت شو بدي اعمل فيها بس اكيد ما رح نكبل الاكل يعني سو قليتها سويتها متل ما هي حطى لو فرطيت اوكي ورجعت خلطت على السوسي اللي رح نعملها هلا صارت متل يعني صارت هيك كأنها هيكي و حطيتها بالبيرجر حطيتها بالبيرجر حطيتها بالبيرجر هيكي يعني سكتها بالملعة اوكي لكم من قرس البيرجر رح اقرس اتنين اوكي و حضر السوس سريعا بهايدا الوقت السوس السوس هيكي يعني مايوناز و مصرد عادي اوكي و ملح اكيد ونرجع منحط شوية حر فينا نستبدل هيدا الحر بحر طبيعي يعني فلفل حر طبيعي اوكي و كمان بدنا نرجع نزيد شوية دل و شوية حبق راح افرم ورقتين حبق راح افرم ورقتين حبق دل اوكي اوكي فيها نحط بصل صغيرة اوكي المنظر مشاهي شاف يعطيك العافية سارة الله يعافلك ده وصفات صاروا في اذن بين البرغر السومو اللي صارت عم تجهز وبين الكيك اللي شفني هون بالفراز والبتنجان الصحي اللي كان بالفرن في موزاريلا في بارمزان شيء في بارمزان و موزاريلا اوكي 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 يعطيك ألف عافية الله اراد وصفات الجديدة بنا نشوفهم السبت اللي جايه هاي دي لازم كتير تستويب ولا ما بتاخد كتير وقت أربع دقايق على كل ميلي نعم وبتصير جاهزة والسمك بس تقوي الشاغلي انه ما بيزم مثل اللحمة اوكي 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 بس تسكير بسيط بقلب السومو وش في عمعيك باع بصل وشو كمان عنا بصل دل شباز اوكي وعنا او اوه اوه بريد كرامز اوكي وعنا بيضة يعني خبز حمود اوكي وخلص وقتنا تنكي لالك سارة مشوفك سابت الجيه مع وصفتي جديدين على رد لكل مشاهدين احنا وياكم مكملين برامج اللي بزيون مستقبل بكرة عالم صباح جديد عشرة بتوئيد بيروت لقوني طبعا لن نعمل حلقة غير شكلي الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة